الوجه الثاني وتكملة القصة فلما سكت اردت ان اتكلم وكنت قد زورت مقالة اعجبتني الهامش زورت مقالة هيأت كلمة وعددتها انتهى الهامش وكنت قد زورت مقالة اعجبتني اردت ان اقولها بين يدي ابي بكر وكنت اداري منه بعض الحد وهو كان احلم مني واوقر الهامش كنت اداري منه بعض الحد الحد هو اي الحد انتهى الهامش وهو كان احلم مني واوقر والله ما ترك من كلمة اعجبتني في تزويري الا قالها في بديهته وافضل حتى سكت فقال اما بعد فما ذكرتم من خير فانتم اهله وما تعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قريش هم اوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين ايهما شئتم واخذ بيدي ويدي ابي عبيد ابن الجراح فلم اكره فلم اكره مما قال غيرها كان والله ان اقدم كان والله ان اقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك الى اثم احب الي ان اتآمر على قوم فيهم ابو بكر الا ان تغير نفسي عند الموت الا ان تغير نفسي عند الموت فقال قائل من الانصار انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب فقال قائل من الانصار انا جذيلها المحكك في الهامش انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب الجذيل الجذيل تصغير جذل وهو عود يكون في وسط مبرك الإبل تحتك به وتستريح إليه فيضرب به المثل في الرجل يشتفي برأيه والعذيق تصغير عذقة بفتح العين المهملة وهي النخلة نفسها وبكسر العين هو القنو الذي عليه التمر منها والمرجب هو الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حمله ولعزه على أهله فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه انتهى الهامش فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فقلت لمالك ما يعني أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب قال كأنه يقول أنا داهيتها قال فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشين الاختلاف فقلت أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعدا فقلت قتل الله سعدا قال عمر أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقته خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيع أن يحدثوا بعدنا أو أن يحدثوا بعدنا بيعة فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فساد فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغيرة ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلى تغرة أن يقتلى الهامش قوله تغرة أن يقتلى قال ابن منظور في لسان العرب ما يلي التغرة مصدر غررته إذا ألقيته على في الغرر وهو من التغرير كالتعلة من التعليل قال ابن الأثير وفي الكلام مضاف محذوف تقديره خوف تغرة في أن يقتلى أي خوف أي خوف قوعها أو قوعهما في القتل فحذف المضاف الذي هو الخوف وأقام المضاف إليه وتغرة مقامة الذي هو تغرة مقامه وانتصب على أنه مفعول له ومن أضاف تغرة إلى أن يقتلى فمعناه خوف تغرة قتلهما ومعنى الحديث أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق فإذا استبدى رجلان دون الجماعة فبايع أحدهم الآخر فذلك تظاهر منهما بشق العصى والطراح الجماعة فإن عقد لأحد فإن عقد لأحد بيع فلا يكون المعقود له واحدا منهما وليكون معزولين من الطائفة التي على تمييز الإمام منها لأنه لو عقد أو عقد لواحد منهما وقد ارتكب تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقتلى هذا قول ابن الأثير وهو مختصر قول الأزهري فإنه يقول لا يبايع الرجل إلا بعد مشورة الملأ من أشراف الناس واتفاقهم ثم قال ومن بايع رجلا عن غير اتفاق من البلأ من الملأ لم يؤمر واحد منهما تغرة بمكر المؤمر منهما لألا يقتلى أو أحدهما وقوله أن يقتلى أي حذار أن يقتلى وكراهة أن يقتلى قال الأزهري وما علمت أحدا فسر من حديث عمر رضي الله عنه ما فسرته فافهم انتهى الهامش قال مالك فأخبرني ابن الشهاب عن عروة أن الرجلين الذين لقياهما عويم ابن ساعد ومعنو ابن عدي قال ابن الشهاب وأخبرني سعيد ابن المسيب أن الذي قال أنا جذيلها المحك وعذيقها المرجب أو المرجب هو الحباب بن المنذر وقد أخرج هذا الحديث الجماعة في كتوبهم من طرق عن مالك وغيره عن الزهري به وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يأم الناس فإيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالت الأنصار نعوذ بالله نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ورواه النسائي وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في صائفه من المدينة قال فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال فداك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا مات محمد ورب الكعبة فذكر الحديث قال فانطلق أبو بكر وعمر يتعاداني حتى أتوهم فتكلم أبو بكر الهامش حتى أتوهم أي أتوا الأنصار انتهى الهامش حتى أتوهم فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله من شأنهم إلا ذكره وقال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار ولقد علمت يا سعد الهامش لقد علمت يا سعد هو سعد بن عبادة رضي الله عنه انتهى الهامش ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء وروا الإمام أحمد عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة ذات السلاسل قال وسألته عما قيل في بيعتهم فقال وهو يحدثه عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة وهذا إسناده جيد قوي ومعنى هذا أنه رضي الله عنه إنما قبل الإمامة خوفا أن يقع فتنة فتنة أربى من تركه قبولها من تركه قبولها رضي الله عنه وأرضاه قلت كان هذا في بقية يوم الاثنين فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد فتممت البيع من المهاجرين والأنصار قاطبة وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى البخاري عن أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخير حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لا يتكلم قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا الهامش حتى يدبرنا بفتح الياء المثنى وضم الموحد بينهما دا المهمل ساكنا أي أن يكون آخيرنا كما فسره في الحديث بأن يموتوا قبله انتهى الهامش حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخيرهم فإيكم محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم الهامش هدى الله محمدا أي هدى الله به محمدا أي علمه الله إياه وجاء في بعض الأصول تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم والمراد القرآن العظيم انتهى الهامش هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين وإنه أولى المسلمين بأموركم فقدموا فبايعوه وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بن ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس وقال محمد بن إسحاق حدثني الزهري حدثني أنس بن مالك قال لما بيع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس ما قاله ما كنت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهدها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله فإن اعتصمت به هداكم الله لما كان هداه الله له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوا فبايع الناس أبا بكر بيعة عامة بعد بيعة السقيفة ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق الأمانة الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وهذا إسناد صحيح فقوله رضي الله عنه وليتكم ولست بخيركم من باب الهضم والتواضع فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله عنهم وروى البيهقي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قال فقام خطيب الأنصار فقال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله ونحن أنصار طائفته كما كنا أنصاره فقال فقام عمر بن الخطى فقال صدق قائلكم أما لو قلتم على غير هذا لم نبايعكم وأخذ بيد أبي بكر وقال هذا صاحبكم فبايعوه فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار قال فصعد أبو بكر للمنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير قال فدعا بالزبير فجاء فقال قلت ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصى المسلمين فقال لا تثرب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علي فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختانوه على ابنته أردت أن تشق عصى المسلمين قال لا تثرب يا خليفة رسول الله فبايعه هذا أو معناه الهامش قوله هذا أو معناه أي ما قاله أبو بكر لعلي رضي الله عنهما وما رد به علي هو هذا الكلام أو معناه انتهى الهامش وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نظرة المنذر ابن مالك ابن قطعة عن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة وهذا حق فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه كما سنذكره وخرج معه إلى ذي القصة أو إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة كما سنبينه قريبا ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقه فحجبها وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح فسألته أن ينظر علي في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك فلم يجبها إلى ذلك لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه فحصل لها وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة عتب وتغضب ولم تكلم الصديق حتى ماتت ولم تكلم الصديق حتى ماتت واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رضي الله عنه كما سنذكره من الصحيحين وغيرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى مع ما تقدم له من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن ابراهيم حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر وأن محمد بن سلم كسر سيف الزبير ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا سألتها في سر ولا علانية فقبل المهاجرون مقالته وقال علي وزبير ما غضبنا إلا لأن أخخرنا عن المشورة وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها إنه لصاحب الغار وإنا لنعرف شرفه وخبره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي إسناده جيد ولله الحمد والمنى ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر وظهر برهان قوله عليه السلام يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر وظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة ولا لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصديق كما قدمنا وكما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له ألا تستخلف يا أمير المؤمنين فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فعرفت حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف وفي الصحيحين عن الأسود بن قيس قال قيل لعائشة إنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت بما أوصى إلى علي لقد دعا بطست ليبول فيها وإني مسندته إلى صدري فإن حنف فمات وما شعرت فيما يقول هؤلاء إنه أوصى إلى علي وفي الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه الهامش عن أبيه أبو إبراهيم هو يزيد ابن شريك التيمي الكوفي التابعي انتهى الهامش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه ليس في كتاب الله وهذه الصحيفة لصحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب الهامش قوله أسنان الإبل أي بيان أعمارها للديات انتهى الهامش وفيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواذيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا في الهامش قولهما بين عير إلى ثور في رواية عائر وهما جبلان بالمدينة وفي مكة جبل ثور أيضا فهما جبلان وقوله صرفا ولا عدلا الصرف بفتح الصاد المهملة هو التوبة والعدل الفدية انتهى الهامش وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه يرد على فرقة الرافضة في زعبهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوى لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدم غير من قدمه ويؤخر من قدمه بنصه ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطئ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه ونصه ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام ثم لو كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه نص فلما لا كان يحتج به وقد اشتهر هذا الإراد على هذا القول ثم لو كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه نص فلما لا كان يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهم فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز والعاجز لا يصلح للإمارة وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خائن والخائن الفاسق مسلوب معزول عن الإمارة وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل ثم وقد عرفه وعلمه من بعده هذا محال وافتراء وجهل وضلال وإنما يحسن هذا في أذهان الجهلة الطغام والمغترين من الأنام يزينه لهم الشيطان بلا دليل ولا برهان بل بمجرد التحكم والهذيان والإفك والبهتان عياذا بالله مما هم فيه من التخليط والخذلان والتخبيط والكفران وملاذا بالله بالتمسك بالسنة والقرآن والوفاة على الإسلام والإيمان والموفاة على الثبات والإيقان وتثقيل الميزان والنجاة من النيران والفوز بالجنان والفوز بالجنان والفوز بالجنان إنه كريم منان رحيم رحمن متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره لا خلاف أنه عليه السلام توفي يوم الاثنين قال ابن عباس ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين رواه الإمام أحمد والبيهقي وقال سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي أبو بكر أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يوم الاثنين فقال إني لأرجو أن أموت فيه فمات فيه رواه البيهقي وقد روا أبو يعلى عن أنس وقد روا أبو يعلى عن أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كشف الستارة والناس خلف أبي بكر فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف فأراد الناس أن ينحرفوا وأشاف أشار إليهم أن أمكثوا وألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم وهذا الحديث في الصحيح وهو يدل على أن الوفاة وقعت بعد الزوار والله أعلم الهامش السجف بسكون الجيم هو الستر أو الستران المقرونان بينهما فرجة فكل شق سجف وتقدم هذا الحديث برواية مسلم في أمر صلى الله عليه وسلم في أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس من هذا الفصل انتهى الهامش وروا يعقوب بن سفيان عن الأوزاعي أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار وقال الواقدي حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحش شكوا شديدة فاجتمع عنده نساؤه كلهن فاشتكى ثلاثة عشر يوما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة وقال الواقدي وقالوا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر وتوفي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وهذا جزم به محمد بن سعد كاتبه وزاد ودفن يوم الثلاثاء وروا الواقدي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في بيت ميمونة وروا يعقوب بن سفيان عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يوما فكان إذا وجد خفة صلى وإذا ثقل صلى أبو بكر رضي الله عنه وقال محمد بن اسحاق توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجرة واستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته عشر سنين عشر سنين كوامل قال الواقدي وهو المثبت عندنا وجزم به محمد بن سعد كاتبه وروا يعقوب بن سفيان عن يحيى بن بكير عن الليث أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلة خلت من ربيع الأول وفيه قدم المدينة على رأس عشر سنين من مقدمه وقال سعد بن ابراهيم الزهري توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلت من ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة رواه بن عساكر ورواه الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس مثله سواء وقاله خليفة ابن خياط أو خياط أيضا وقال أبو نعيم الفضل ابن دكين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين مستهل ربيع الأول سنة احدى عشرة من مقدمه المدينة ورواه بن عساكر أيضا والمشهور قول ابن اسحاق والواقدي ورواه الواقدي عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهما قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ورواه ابن اسحاق عن أبي بكر ابن حزم مثله وزاد ودفن ليلة الأربعاء فائدة قال أبو القاسم السهيلي في الروض ما مضمونه لا يتصور لا يتوصور وقوع وفاته عليه السلام يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول من سنة احدى عشرة وذلك لأنه عليه السلام وقف في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة فكان أول ذي الحجة يوم الخميس فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص لا يتصور أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر من ربيع الأول وقد اشتهر هذا الإيراد على هذا القول وقد حاول جماعة الجواب عنه ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد وهو اختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين منذ القعدة يعني من المدينة إلى حجة الوداع ويتعين بما ذكرنا أنه خرج يوم السبت وليس كما زعم ابن حزم أنه خرج يوم الخميس لأنه قد بقي أكثر من خمس بلا شك ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة لأن أنسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليف ركعتين فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين فعلى هذا إنما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع الأول يوم الخميس فيكون ثاني عشرة يوم الاثنين والله أعلم أما عمره صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين من حديث مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله عز وجل على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء وروا ابن عساكر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين قال ابن عساكر والمحفوظ عن ربيعة عن أنس ستون ثم أورده ابن عساكر من طريق مالك والأوزاعي ومسعر وإبراهيم ابن طهمان وعبد الله ابن عمر ابن حفص وسليمان ابن بلال وأنس ابن بلال وأنس ابن عياض والدراوردي ومحمد ابن قيس المدني كلهم عن ربيعة عن أنس قالت وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستين سنة وروى البيهقي عن أبي غالب الباهلي قال قلت لأنس ابن مالك ابن أي الرجال رسول الله إذ بعث قال كان ابن أربعين سنة قال ثم كان ماذا قال كان بمكة عشر سنين وبالمدين عشر سنين فتمت له ستون سنة يوم قبضه الله عز وجل وهو كأشد الرجال وأحسنهم وأجملهم وألحمهم وروه الإمام أحمد وقد روى مسلم عن أنس ابن مالك قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستين انفرد به مسلم وهذا لا ينافي ما تقدم عن أنس لأن العرب كثيرا ما تحذف الكسر وثبت في الصحيحين عن عائشة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب مثله وروى البخاري عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عشر سنين يتنزل عليه القرآن وبالمدينة عشر لم يخرجه مسلم وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن معاوية ابن أبي سفيان قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين وعمر وهو ابن ثلاث وستين وهكذا رواه مسلم وهو من أفراده دون البخاري وروى أحمد عن الشعبي قال نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة فمكث ثلاث سنين ثم بعث إليه جبريل بالرسالة ثم مكث بعد ذلك عشر سنين ثم هاجر إلى المدينة فقبض وهو ابن ثلاث وستين سنة قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الثابت عندنا ثلاث وستون وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وهو ابن ثلاث وستين سنة وفي الصحيح وفي الصحيح البخاري عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ثم مات وهو ابن ثلاث وستين وكذلك رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما وهذا القول هو الأشهر وعليه الأكثر وروا الإمام أحمد عن ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين سنة ورواه مسلم وروا أحمد أيضا عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات قال ما كنت أرى مثلك في قومه يخفى عليك ذلك قال قلت إني قد سألت فاختلف علي فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه قال أتحسب قلت نعم قال أمسك أربعين بعث لها وخمس عشرة أقام بمكة قال أمسك أربعين بعث لها وخمس عشرة أقام بمكة يأمن ويخاف وعشرا مهاجرا بالمدينة وهكذا رواه مسلم عن عمار عن ابن عباس بنحوه قال البيهقي ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح فهم أوثقوا وأكثر وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة وإحدى الروايتين عن أنس والرواية الصحيحة عن معاوية وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم قلت وعبد الله بن عقبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري وعلي بن الحسين وغير واحد تجهيزه صلى الله عليه وسلم ودفنه قد قدمنا أنهم رضي الله عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين وبعض يوم الثلاثاء فلما تمهدت وتوطدت وتمت شرعوا بعد ذلك في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدين في كل ما أشكل عليهم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ابن إسحاق فلما بوئ أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وقد تقدم من حديث ابن إسحاق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء وروا الإمام أحمد عن ابن عباس قال اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن العباس الهامش قوله قثم بن العباس بضم القاف قثم وتوفي في سمرقند من بلاد ما وقرى النهر في جمهورية أسباكستان حاليا انتهى الهامش وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد ابن حارثة وصالح مولاه الهامش هو صالح ابن عدي وهو شقران الحبشي كما سيأتي في مواليه صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وصالح مولاه فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الناس أوسوا ابن خولي الأنصاري أحد بن عوف بن الخزرج وكان بدريا نادى علي ابن أبي طالب فقال يا علي ننشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلي من غسله شيئا فأسنده علي إلى صدره وعليه قميصه وكان العباس وفضل وقثم يقلبونه مع علي وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصبان الماء وجعل علي يغسله ولم يرى ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يرى من الميت وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغسل بالماء والسدر جففوه ثم صنع به ما يصنع بالميت ثم أدرج في ثلاث أثواب ثوبين أبيضين وبرد حبرة الهامش وبرد حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة كعنبة هي ضرب من برود اليمن وسيأتي في رواية عائشة رضي الله عنها انتهى قال ثم دع العباس رجلين فقال ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة ابن الجراح وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة الهامش يضرح بفتح أوله وثالثه أن يحفر قبورهم شقا في وسط القبر أما اللحد فهو الشق في جانب القبر انتهى الهامش وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة الهامش يلحد بفتح أوله وثالثه أن يحفر قبورهم لحدا وهو الشق في جانب القبر حيث يوضع الميت ثم قال العباس حين سرحهما اللهم خر لرسولك قال فذهبا فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد به أحمد انتهى الشريط الرابع عشر وننتقل إلى الشريط الخامس عشر الشريط الخامس عشر الوجه الأول وروا الحافظ أبو بكر البيهقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال علي غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم وقد رواه أبو داود في المراسيل وابن ماجة زاد البيهقي في روايته قال سعيد بن المسيب وقد ولي دفنه وقد ولي دفنه عليه السلام أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدوا له لحدا ونصبوا عليه اللبن نصبا وقد روى نحو هذا عن جماعة وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين منهم عامر الشعبي ومحمد بن قيس وعبد الرحمن بن الحارث وغيرهم بألفاظ مختلفة يطول بسطوها هون قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ثن مالك عن هشام ابن عروى عن أبيه عن عائشة قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية الهامش سحولية بفتح أوله السحل الثوب الأبيض من الكرسف بضم الكافي أي القطن من ثياب اليمن انتهى الهامش عن عائشة قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وكذا رواه البخاري ومسلم وروا أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض يمانية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه وهكذا رواه مسلم وروا البيهقي عن عائشة قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة فأما الحلة الهامش الحلة بضم الحاء هي إزار وردا ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين انتهى الهامش فأما الحلة فإنما شبها شبها على الناس فيها إنما اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت وأخذها عبد الله ابن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها ثم قال لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها ورواه مسلم في الصحيح وروا محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ثم أدخل النساء فصلينا عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وروا الواقدي عن سهل بن سعد الساعدي قال لما ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكفانه وضع على سريره ثم وضع على شفير حفرته ثم كان الناس يدخلون عليه رفقاء رفقاء لا يأمهم عليه احد وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادا لم يأمهم احد عليه امر مجمع عليه لا خلاف وقد اختلف في تعليله وقد اختلف في تعليله فقيل هو من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناه وليس لأحد ان يقول لانه لم يكن لهم امام لان قد قدمنا انهم انما شرعوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام بعد تمام بيعة ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وقد قال بعض العلماء انما لم يأمهم احد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه اليه ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد فرد من احد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والايماء واما السهيلي فقال ما حاصله ان الله قد اخبر انه وملائكته يصلون عليه وامر كل واحد من المؤمنين ان يباشر الصلاة عليه منه اليه والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل قال وايضا فان الملائكة لنا في ذلك ائمة وقد اختلف المتأخرون من اصحاب الشافعي في مشروعية الصلاة على قبره لغير الصحابة فقيل نعم لان جسده عليه السلام طري في قبره لان الله قد حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء كما ورد بذلك الحديث في السنن وغيرها الهامش قوله كما ورد بذلك الحديث في السنن وغيرها يعني به ما رواه احمد وابو داود وابن حبان والحاكم عن اوس بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخة الثانية وفيه الصعقة فاكثر من الصلاة علي فان صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد ارمت يعني بليد قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء والمراد بصعقة النفخة الثانية وقوله ارمت بفتح الهمزة والرا وسكون الميم انتهى الهامش فهو كالميت اليوم وقال اخرون لا يفعل لان السلف ممن بعد الصحابة لم يفعلوا لان السلف من ممن بعد الصحابة لم يفعلوا ولو كان مشروعا لبادروا اليه ولثابروا عليه والله اعلم قوله ولثابروا وهذا هو الصحيح انتهى الهامش وروى الامام احمد عن عبدالعزيز بن جريج ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا اين يقبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبر نبي الا حيث يموت فاخروا فراشه وحفروا تحت فراشه صلى الله عليه وسلم وهذا فيه انقطاع بين عبدالعزيز بن جريج وبين الصديق فانه لم يدرك لكن رواه الحافظ ابو يعلى من حديث ابن عباس وعائشة عن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم فروا عن عائشة قالت اختلف في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض فقال ابو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبض النبي الا من احب الامكنة الي فلما فقال ادفنوه حيث قبض ورواه الترمذي والواقذي وروا البي هقي عن سالم ابن عبيد وكان من اصحاب الصفة قال دخل ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ثم خرج فقيل له توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقيل له توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلم انه كما قال وقيل له ان نصلي عليه وكيف نصلي عليه قال تجئون عصبا عصبا فتصلون فعلم انه كما قال قال هل يدفن واين قال حيث قبض الله روحه فانه لم يقبض روحه الا في مكان طيب فعلم انه كما قال وروا البيهقي من حديث سفيان بن عيين عن يحي بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال عرضت عائشة على ابيها رؤيا وكان من اعبر الناس قالت رأيت ثلاثة اقبار وقعن في حجري فقال لها ان صدقت رؤياك دفن في بيتك من خير اهل الارض ثلاثة فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عيش هذا خير اقمارك ورواه مالك عن يحي بن سعيد عن عائشة منقطعا وفي الصحيحين عنها انها قالت وفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي في اخر ساعة من الدنيا واول ساعة من الاخرة وفي صحيح البخاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يقول لعن الله اليهود والنصار اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا وروا الامام احمد عن ابن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء الهامش قوله جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء والذي دفنها في قبره صلى الله عليه وسلم مولاه شقران الحبشي واسمه صالح بن عدي وهو احد الاربع الذين نزلوا في حفرته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي انتهى الهامش وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي وقال وكيع كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عساكر وروا ابن سعد عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته قطيفة حمراء كان يلبسها قال وكانت ارضا ندية وروا الحافظ البيهقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال علي غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت انظر الى ما يكون من الميت فلم ارى شيئا وكان طيبا حيا وميتا قال وولي دفنه عليه الصلاة والسلام واجنانه دون الناس اربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم الهامش صالح هو صالح ابن عدي شقران الحبشي مولاه صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش ولحدا للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن ونصب عليه اللبن نصبا وذكر البيهقي عن بعضهم انه نصب على لحده عليه الصلاة والسلام تسع لبنات وروا الواقدي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعا على سريره من حين من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين الى ان زاغت الشمس يوم الثلاثاء يصل الناس عليه وسريره على شفير قبره فلما ارادوا ان يقبروه عليه السلام نحوا السرير قبل رجليه فادخل من هناك ودخل في حفرته العباس وعلي وقثم والفضل وشقران الهامش شقران اي الحبشي واسمه صالح ابن عدي مولاه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في مواليه عليه الصلاة والسلام انتهى الهامش وروا البيهقي عن ابن عباس قال دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وسوى لحده رجل من الانصار وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر قال ابن عساكر صوابه يوم احد وقال يونس عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق حدثتني فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن ابي بكر وادخلني عليها حتى سمعته منها عن عمرة عن عائشة انها قالت ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساح في جوف ليلة الاربعاء وروا الواقدي عن ام سلمة قالت بينا نحن مجتمعون نبكي لم ننم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ونحن نتسلى برؤيته على السرير اذ سمعنا صوت الكرارين في السحر الهامش قوله الكرارين الكرير هو صوت مثل صوت المختنق او المجهور وهو ايضا صوت في الصدر مثل الحشرجة عند الموت وليس بها والمعنى انه على كرير الباكين على النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش قالت ام سلمة فصحنا وصاح اهل المسجد فارتجت المدينة صيحة واحدة واذن بلال بالفجر فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب فزادنا حزنا وعالج الناس الدخول الى قبره فغلق ودونهم فيالها من مصيبة ما اصبنا بعدها بمصيبة الا هانت اذا ذكرنا مصيبتنا به صلى الله عليه وسلم وقد روى الامام احمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الاربعاء وهو الذي نص عليه غير واحد من الايمة سلفا وخلفا منهم سليمان بن طرخان التيمي وجعفر بن محمد الصادق وابن اسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم صفة قبره صلى الله عليه وسلم قد علم بالتواتر انه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة ثم دفن بعده فيها ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وقد روى البخاري عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما تفرد به البخاري وروا ابو داود عن القاسم الهامش القاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انتهى الهامش وروا ابو داود عن القاسم قال دخلت على عائشة وقلت لها يا امة اكشفي لي من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء الهامش العرصة بفتح العين المهملة وسكون الراء هي كل بقعة بين الدور واسعة وليس فيها بناء انتهى الهامش قال ابو علي الهامش ابو علي هو ابو علي الهمداني بفتح الها واسكان الميم نسبة الى همدان احدى القبائل العربية القحطانية وابو علي من التابعين انتهى الهامش قال ابو علي يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وابو بكر وابو بكر عند رأسه وعمر عند رجلي رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش قول ابو علي الهمداني هذا غير موجود في المطبوعة وفيه وصف مواضع القبور الشريفة على نحو ما اثبتناه ولم يكن في المطبوعة كذلك بل كان فيها مطابقا لما ذكره القاسم ابن محمد كما سنبين انتهى الهامش قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبر ابي بكر الصديق رضي الله عنه ثم قبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تفرد به ابو داود وقد رواه الحاكم والبيهقي عن القاسم الهامش القاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انتهى الهامش قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وابو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم الهامش ويكون ترتيب القبور الشريفة على قول القاسم كما يلي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقبر ابي بكر الصديق ثم قبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انتهى الهامش قال البيهقي وهذه الرواية تدل على ان قبورهم مسطحة لان الحصباء لا تثبت الا على المسطح وهذا عجيب من البيهقي رحمه الله فانه ليس في الرواية ذكر الحصباء بالكلية وبتقدير ذلك فيمكن ان يكون مسنما وعليه الحصباء مغروز بالطين ونحوه وروى البخاري عن عروة ابن زبير قال لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك اخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا فظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الا قدم عمر قلت كان الوليد بن عبد الملك حين ولي الامارة في سنة ست وثمانين قد شرع في بناء جامع دمشق وكتب الى نائبه بالمدينة ابن عمه عمر ابن عبد العزيز ان يوسع في مسجد المدينة فوسعه حتى من ناحية الشرق فدخلت الحجرة النبوية فيه وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن زاذان مولى الفرافصة وهو الذي بنى المسجد النبوي ايام ولاية عمر ابن عبد العزيز على المدينة فذكر عن سالم ابن عبد الله نحو ما ذكره البخاري وحكى صفة القبور كما روه ابو داود ما اصاب المسلمين من المصيبة بوفاته صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن انس ابن مالك قال لما تقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة وكرب ابتاه فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت وابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه جنة الفردوس مأواه يا ابتاه الى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة يا انس اطابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب تفرد به البخاري رحمه الله وروا الامام احمد عن انس قال فلما دفنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة يا انس اطابت انفسكم ان دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب ورجعتم وهكذا رواه ابن ماجه مختصرا من حديث حماد بن زيد به وعنده قال حماد فكان ثابت الهامش ثابت هو ثابت البناني او البناني راو الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه انتهى الهامش فكان ثابت فكان ثابت اذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف اضلاعه هذا وهذا لا يعد نياحه بل هو من باب ذكر فضائله الحق عليه افضل الصلاة والسلام وانما قلنا هذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة وقد روى الامام احمد وان سائع عن قيس بن عاصم فيما اوصى به الى بنيه انه قال ولا تنوحوا علي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه وروى الحافظ ابو بكر البزار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه وروى ابن ماجه عن الحسن البصري عن ابي بن كعب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وجهنا واحد فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا وقد روى البيهقي عن انس بن مالك قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ام ايمن زائر وذهبت معه فقربت اليه شرابا فاما كان صائما واما كان لا يريده فرده فاقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاحكه فقال ابو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا الى ام ايمن نزورها فلما انتهينا اليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله قالت والله ما ابكي الا اكون اعلم انه ما عند الله خير لرسوله ولكن ابكي ان الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان ورواه مسلم وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ابي بكر فيها قال ورجع الناس ورجع الناس حين فرغ ابو بكر من الخطبة وام ايمن قاعدة تبكي فقيل لها ما يبكيك قد اكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم فادخله جنته واراحه من نصب الدنيا فقالت انما ابكي على خبر السماء كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة فقد انقطع ورفع فعليه ابكي فعجب الناس من قولها وقد روى مسلم ابن الحجاج في صحيحه عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا اراد رحمة امة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا يشهد لها واذا اراد هلكة امة عذبها ونبيها حي فاهلكها وهو ينظر اليها فاقر عينه بهلكها حين كذبوه وعصوا امره تفرد به مسلم اسنادا ومتنا وقد روى الحافظ ابو بكر البزار عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ملائكة ان لله ملائكة سياحين يبلغون عن امة السلام ورواه النسائي وقد روى الامام احمد عن اوس بن اوس الثقافي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افضل ايامكم يوم الجمعة من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعقة فاكثروا علي من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت يعني قد بليت قال ان الله قد حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء وهكذا رواه ابو دود والنسائي وابن ماجة قال محمد بن اسحاق ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم حتى جمعهم الله على ابي بكر رضي الله عنه قال ابن هشام وحدثني ابو عبيدة وغيره من اهل العلم ان اكثر اهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالرجوع عن الاسلام وارادوا ذلك حتى خافهم عتابوا حتى خافهم عتابوا ابن اسيد رضي الله عنه فتوارى فقام سهيل ابن عام رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان ذلك لم يزد الاسلام الا قوة فمن رأينا فمن رابنا ضربنا عنقه فتراجع الناس وكفوا عما هموا به فظهر عتاب ابن اسيد فهذا المقام الذي اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر ابن الخطاب يعني حين اشار بقلع ثنية سهيل ابن عمر حين وقع في الاسار يوم بدر انه عسى ان يقوم مقاما لا تذمن قلت وسيأتي عما قريب ان شاء الله ذكر ما وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الردة في احياء كثير من العرب وما كان من امر مسيلم ابن حبيب المتنبي باليمامة والاسود العنسي باليمن وما كان من امر الناس حتى فاءوا ورجعوا الى الله تائبين نازعين عما كانوا عليه في حال ردتهم من السفاهة والجهل العظيم الذي استفزهم الشيطان به حتى نصرهم الله وثبتهم وردهم الى دينه الحق على يدي الخليفة الصديق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي مبسوطا مبينا مشروحا ان شاء الله الهامش سيأتي مفصلا في خلافة الصديق في الجزء الرابع بعونه تعالى رفاء رفاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن وسحاق وغيره قصائد لحسان ابن ثابت رضي الله عنه في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجل ذلك وافصحه واعظمه ما رواه عبد الملك ابن هشام رحمه الله عن ابي زيد الانصاري ان حسان ابن ثابت رضي الله عنه قال يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش كان في قصيدة حسان ابن ثابت رضي الله عنه هذه اخطاء كثيرة في المطبوعة فصححناها من سيرة ابن هشام انتهى الهامش يقول حسان بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعف الرسوم وتمهد ولا تمتح الآيات من دار حرمة بها منبر الهاد الذي كان يصعد وواضح آثار وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معارف لم تطمس على العهد ايها معارف لم تطمس على العهد ايها اتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها وراه في الترب ملحد ظللت بها ابك الرسول فاسعدت ظللت بها ابك الرسول فاسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد يذكرون الآاء يذكرون يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محيصا يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد الهامش قوله شفها يقال شفه الهم هزله انتهى الهامش مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعد ما قد توجد أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد عشية علوه الثرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد ويبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد تقطع فيه تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم معلم صدق إن يطيعوه يسعد عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود وإن ناب أمر لم يقوم بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد فبيناهم في نعمة الله وسطهم فبيناهم في نعمة الله وسطهم دليل به نهج الطريقة يقصد عزيز عليه أن يجور عن الهدى حريص على أن يستقيم ويهتد عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحن عليهم ويمهد فبيناهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد وأمست بلاد الحرم وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد إفارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيد يبكيه بلاط وغرقد ومسجده فالمحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد فبك رسول الله فبكي رسول الله يا عين عبرة فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فجود عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد فجود فجود عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد أعف وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب منه نائلا لا ينكد وأبذل منه للطريف وتالد إذا ظن معطاء بما كان يتلد وأكرم حيا في البيوت إذا انتم وأكرم جدا الطحيا يسود وأمنع ذروات وأثبت في العلا دعائم عز شاهقات تشيد وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غذاه المزن فالعود أغيد رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب رب ممجد رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وساة المسلمين بكفه فللعلم محبوس ولا الرأي يفند أقول ولا يلفى لقولي عائب من الناس إلا عازب القول مبعد وليس هوائي نازعا عن ثنائه لعل به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد وقال الحافظ أبو القاسم السهيلي في آخر كتابه الروض وقال أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل أفاطم أن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي ذاك السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني ميراثه صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاتا ولا بعيرا ولا شيئا يورث عنه بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز وجل فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده كما هي عند الله من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين روى البخاري على العمر بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقا انفرد به البخاري دون مسلم فرواه في أماكن من صحيحه ورواه الترمذي والنسائي وقد رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا ولا أوصى بشيء وهكذا رواه مسلم منفردا به عن البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وقد ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد وفي لفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين ورواه البيهقي عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير ثم قال رواه البخاري وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا فقال ما لي ولا الدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة بالنهار ثم راح وتركها تفرد به أحمد وإسناده جيد وروا الإمام أحمد عن أبي هريرة يبلغ به وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدق وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من طريق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدق هذا لفظ البخاري ثم روى البخاري عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين تؤفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر ليسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدق وهكذا رواه مسلم وأبو داود فهذه إحدى النساء الوارثات إن لو قدر ميراث قد اعترفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ما تركه صدق لا ميراثا والظهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقنها على ما روت وتذكرن ما قالت لهن من ذلك فإن عبارتها تؤذن بأن هذا أمر مقرر عندهن والله أعلم وروا البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدق وقال البخاري باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدق ثم روا عن عائشة أن فاطمة والعباس أتى يا أبا بكر رضي الله عنه التمسان ميرثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدق إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر والله لا أدع أمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت ورواه أحمد وروا البخاري في كتاب المغازم صحيحه عن عائشة كما تقدم وزاد فلما توفيت دفنها علي ليلا ولم يؤذن أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه وجه حياة فاطمة وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر ائتنا ولا يأتنا معك أحد وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر لما علم من شدة عمر فقال عمر والله لا تدخل عليهم وحدك قال أبو بكر وما عساء يصنعوا بي والله لآتينهم فانطلق أبو بكر رضي الله عنه وقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقاه الله عليك ولكنكم استبددتم بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا في هذا الأمر نصيبا فلم يزل علي يذكر حتى بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بينكم في هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته فلما صل أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر به وتشهد علي رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته وحدث وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ثم قام إلى أبي بكر رضي الله عنهما فبايعه فأقبل الناس على علي فقالوا أحسنت وكان الناس إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنساء من طرق متعددة عن الزهري عن عروة عن عائشة بنحوه فهذه البيعة التي وقعت من علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بيعة مؤكدة أو بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهما وهي ثانية وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة ولم يكن علي مجانبا لأبي بكر هذه الستة الأشهر بل كان يصلي وراءه ويحضر عنده للمشورة وفي صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال فخرج هو وعلي يمشيان فإذا الحسن بن علي يلعب مع الغلبان فاحتمله على كاهله وجعل يقول بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن علي لم يبايع قبلها فنفى ذلك وأما تغض فاطمة رضي الله عنها عن أبي بكر رضي الله عنه فما أدري ما وجهه فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله وهو ما رواه عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤالها البراث كما خفي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرتهن عائشة بذلك ووافقنها عليه وليس يظن بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمت الصديق رضي الله عنه فيما أخبرها به حاشاها من ذلك كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين كما سنبينه قريبا ولو تفرد بروايته الصديق رضي الله عنه لوجب على الجميع لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له في ذلك وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق إذا إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا أن يكون زوجها ينظر فيها أن يكون زوجها ينظر فيها فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرى أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرى أن فرضا عليه أن يعمل بما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي ما كان يليه رسول الله ولهذا قال وإني والله لا أدع أمرا كان يصنعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته قال فهجرته فاطمة لم تكلمه حتى ماتت وهذا الهجران والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضا وجهلا طويلا وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا بصديق فضله وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وروا الحافظ أبو بكر البيهقي عن عامر الشعبي قال لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر صديق فاستأذن عليها فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت أتحب أن آذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليه يترضاها فقال والله ما تركت الدار والمال والأفل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضات ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت وهذا إسناده جيد قوي والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك فقد روى الحافظ البيهقي عن فضيل بن مرزوق قال قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت ما حكم به أبو بكر في فدك وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل وتكلفوا ما لا علم لهم به وكذبوا بما لم يحيط بعلمه ولما يأتيهم تأويله وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر رضي الله عن فيما ذكرنا بأنه مخالف للقرآن حيث يقول الله تعالى وورث سليمان داود سورة النمل الآية السادسة عشرة وحيث قال تعالى إخبارا عن زكريا أنه قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا الآيتان الخامسة والسادسة من سورة مريم عليها السلام واستدلال واستدلالهم بهذا باطل من وجوه أحدها أن قوله وورث سليمان داود إنما يعني بذلك في الملك والنبوة أي جعلناه قائما بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعاية والحكم بين بني إسرائيل وجعلناه نبيا كريما كأبي وكما جمع لأبيه الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده وليس المراد بهذا وراثة المال لأن داود كما ذكره كثير من المفسرين كان له أولاد كثيرون فلما اقتصر على ذكر سليمان من بينهم لو كان المراد وراثة المال فلما كان له أولاد كثيرون فلم يقتصر على ذكر سليمان فلما اقتصر على ذكر سليمان من بينهم لو كان المراد وراثة المال إنما المراد وراثة القيام بعده في النبوة والملك ولهذا قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين الآية السادسة عشر من سورة النمل وما بعدها من الآيات وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام والدنيا كانت عنده أحقر من أن يسأل الله ولدا ليرثه في ماله كيف وإنما كان نجارا يأكل من كسب يده كما رواه البخاري ولم يكن ليدخر منه فوق قوته حتى يسأل الله ولدا يرث عنه ما له أن لو كان له مال وإنما سأل ولدا صالحا يرثه في النبوة والقيام بمصالح بني إسرائيل وحملهم على السداد ولهذا قال تعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا الآيات الست الأولى من سورة مريم عليه السلام وما بعدها من القصة بتمامها فقال وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يعني النبوة كما قررنا ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة الفصل السادس ذكر أمور تتعلق به صلى الله عليه وسلم زوجاته سراري ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم موالي إيماءه خدامه خدامه من غير مواليه كتاب الوحي وغيره بين يديه كتاب الوحي وغيره بين يديه آثاره صلى الله عليه وسلم من خاتم وثياب وسلاح ومراكب زوجاته صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا من الآية الثانية والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين من سورة الأحزاب لا خلاف أنه عليه السلام توفي عن تسع وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية وحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية الأموية وزينب بنت جحش الأسدية وأم سلمة هندو بنت أبي أمية المخزومية الهامش بنت أبي أمية هو أب أمية هو حذيفة وقيل سهيل بن المغيرة انتهى الهامش وميمون بنت الحارث الهلالية وسودة بنت زمعة العامرية وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية وصفية وصفية بنت حيي بن أخطب النظرية الإسرائيلية الهارونية رضي الله عنهن وأرضاهن وكانت له سريتان وهما ماريا بنت شمعون القبطية المصرية وهي أم ولده إبراهيم عليه السلام وريحان بنت زيد القراضية أسلمت ثم اعتقها فلحقت بأهلها ومن الناس من يزعم أنها احتجبت عن عندهم والله أعلم وروا الحافظ الكبير أبو بكر للبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة امرأة دخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع ثم ذكر هؤلاء التسع التي ذكرناهن رضي الله عنهن ورواه يوسف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس والأول أصح قلت وفي صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة والمراد بالإحدى عشرة التي كان يطوف عليهم التسع المذكرات والجاريتان مارية خديجة بنت خويلد روى يعقوب بن سفيان الفسوي عن الحجاج بن أبي منيع عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري وقد علقه البخاري في صحيحه عن الحجاج هذا وأورد له الحافظ بن عساكر طرفا عنه أن أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العز بن قصي زوجه إياها أبوها قبل البعثة الهامش قوله زوجه إياها أبوها وقيل عمها كما تقدم في أخبار العرب في الجزء الأول انتهى الهامش وفي رواية قال الزهري وكان عمر وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوج خديجة إحدى وعشرين سنة وقيل خمسا وعشرين سنة زمان بنية الكعبة وقال الواقدي وزاد ولها خمس وأربعون سنة وقال آخرون من أهل العلم كان عمره صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلاثين سنة وقيل غير ذلك فولدت له القاسم وبه كان يكنى والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وهي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم فمن ماريا كما سيأتي بيانه الهامش سيأتي هذا في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل الانتهى الهامش ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياتها امرأة كذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت ذلك وروا يعقوب عن عروة عن عروة عن عبد الزبير وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة ثم روا من وجه آخر عن الزهري أنه قال توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل أن تفرض الصلاة وقال محمد بن اسحاق ماتت خديجة وابو طالب في عام واحد وقال البيهقي بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب ثلاثة أيام ذكره عبد الله بن مندة في كتاب المعرفة وشيخ أبو عبد الله الحافظ قلت مرادهم قبل أن تفرض الصلاوات الخمس ليلة الإسراء وروا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها سلام ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وقد رواه مسلم الهامش قوله من قصب بفتح القاف والصاد المهملة وهي أنابيب من جوهر وسيأتي في سياق الكلام تفسير هذا الحديث للسهيلي انتهى الهامش قال السهيلي وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب يعني قصب اللؤلؤ لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتعبه يوما من الدهر فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا وأخرجه في الصحيحين من حديث هشام بن عروى عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وهلكت قبل أن يتزوجني وهلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان ليذبح الشات فيهدي في خلائلها منها ما يسعه هذا لفظ البخاري عائشة بنت الصديق قال الزهري الهامش قال الزهري أي فيما روها عن عقوب ابن سفيان الفسوي وسيأتي في سياق الكلام قول آخر بأن التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة هي سودة بنت زمعة انتهى الهامش قال الزهري ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بعائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه بعائشة بنت ابي بكر عبد الله بن ابي قحافة عثمان بن عامر ولم يتزوج بكرا غيرها قلت ولم يولد له منها ولد وقيل بل اسقطت منه ولدا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ولهذا كانت تكنا بام عبد الله وقيل انما كانت تكنا بعبد الله ابن اختها اسماء من الزبير بن العوام رضي الله عنهم وقد قيل انه تزوج سودة قبل عائشة قاله ابن اسحاق وغيره والصحيح ان عائشة تتزوجها اولا كما سياتي قال البخاري في باب تزوج عائشة حدثنا معلى ابن اسد حدثنا وهيب عن هشام او عشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اريتك في المنام مرتين ارى انك في سرقة من حرير الهامش سرقة بفتح السين المهملة والرأي اي قطعة من حرير انتهى الهامش ارى انك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها فاذا هي انت فاقول ان كان هذا من عند الله يمضه وقال البخاري باب نكاح الابكار وقال ابن ابي مليك قال ابن عباس لعائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك ثم روى البخاري عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ارأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد اكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في ايها كنت ترتع بعيرك في ايها كنت ترتع بعيرك قال قال في التي لم يرتع منها في التي لم يرتع منها تعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها انفرد به البخاري وعند الترمذي ان جبريل جاءه بصورتها في خرقة من حرير خضراء فقال هذه زوجتك في الدنيا والاخرة وقال البخاري تزوج الصغار من الكبار ثم روى عن عروة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة الى ابي بكر فقال له ابو بكر انما انا اخوك فقال انت اخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال هذا الحديث ظاهر سياقه كأنه مرسل وهو عند البخاري والمحققين متصل لانه من حديث عروة عن عائشة من افراد البخاري رحمه الله وقد روى البخاري عن عروة قالت عن عروة قالت وفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين فلبث سنتين او قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين وهذا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما قدمنا ولكنه في حكم المتصل في الامر نفسه وقوله تزوجها وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع ما لا خلاف فيه بين الناس وقد ثبت في الصحاح وغيرها وكان بناؤه بها عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة الى المدينة واما كون تزويجها كان بعد موت خديجة بنحو من ثلاث سنين ففيه نظر فان يعقوب ابن سفيان الحافظ قال حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة وانا وانا ابنة سبع او ست سنين فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وانا العب في ارجوحة وانا مجممة وانا مجممة فهيئنني وصنعنني ثم اتين بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابنة تسع سنين فقوله في هذا الحديث متوفى خديجة يقتضي انه على اثر ذلك قريبا الهامش قوله وانا مجممة اي لي جمة والجمة ما سقط من شعر الرأس على المنكبايين انتهى الهامش وروا البخاري عن عيشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بن الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق شعري وقد وفت لي جميمة فاتتني امي ام رومان واني لفي ارجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فاتيتها ما ادري ما تريد مني فاخذت بيدي حتى اوقفتني على باب الدار واني لانهج حتى سكن بعض نفسي ثم اخذت شيئا من ماء ثم اخذت شيئا من ماء فمست به وجهي ثم اخذت شيئا من ماء فمست به وجهي ورأسي ثم ادخلت ني الدار قالت فاذا نسوة من الانصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فاسلمتني اليهن فاصلحنا من شأني فلم يرعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحن فاسلمني اليه وانا يومئذ بنت تسع سنين قولها وفت لي جميمة اي كثرت والجميمة تصير الجمة وهي ما سقط من شعر الرأس على المنكبين انتهى الهامش وروا الامام احمد عن عائشة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنا بي في شوال فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احضى عنده مني وكانت عائشة تستحب ان تدخل وكانت عائشة تستحب ان تدخل نساءها في شوال ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث السفنان الثوري فعلى هذا يكون دخوله بها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بسبعة اشهر او ثمانية اشهر وقد حكى القولين ابن جرير وكان دخوله بها بالسنح نهارا الهامش بالسنح بضم السين المهملة وسكون النون موضع قرب المدينة كان به مسكن ابي بكر رضي الله عنه انتهى الهامش وكان دخوله بها بالسنح نهارا وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم في دخوله صلى الله عليه وسلم بها في شوال رد لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين وهذا ليس بشيء لما قالته عائشة رضي الله عنها ردة على من تأهمه من الناس في ذلك الوقت تزوجني في شوال وبنى بي في شوال اي دخل بي في شوال فاي نسائه كان احظى عنده مني فدل هذا على انها فهمت منه عليه السلام انها احب نسائه الي وهذا الفهم منها صحيح لماذا دل على ذلك من الدلائل الواضحة ولو لم يكن الا الحديث الثابت في صحيح البخاري عن عمر بن العاص قلت يا رسول الله اي الناس احب اليك قال عائشة قلت من الرجال قال ابوها وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى تفضيل خديجة على عائشة وهذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء قديما وحديثا وا اهل الشيع وغيرهم واهل الشيع وغيرهم لا يعدلون بخديجة احدا من النساء لسلام الله عليها وكون ولد النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم الا ابراهيم منها وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت اكراما لها وتقدير وتقدير اسلامها وكونها من الصديقات ولها مقام صدق في اول البعثة وبذلت نفسها وما لها لرسول الله صلى الله عليه وسلم واما اهل السنة فمنهم من يغنوا ايضا ويثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف ولكن تحملهم قوة التسنن ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق ولكونها اعلم من خديجة فانه لم يكن في الامم مثل خديجة في حفظها وعلمها وفصحتها وعقلها ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب احدا من نسائه كمحبته اياها ونزلت براءتها من فوق سبع سماوات وروت بعده عنه صلى الله عليه وسلم علما جما كثيرا طيبا مباركا فيه والحق ان كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحجره والاحسن التوقف والاحسن التوقف في ذلك الى الله عز وجل ومن ظهر له دليل يقطع به او يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه ان يقول بما عنده من العلم ومن حصل له توقف في هذه المسألة او في غيرها فالطريق الاقوم والمسلك الاسلم ان يقول الله اعلم وقد روى الامام احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد اي خير زمالهما وروا شعبة عن معاوية ابن قرة عن ابيه قرة ابن اياس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا ثلاث مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواه ابن مردويه في تفسيره وهذا اسناد صحيح الى شعبة وبعده قالوا والقدر المشترك بين الثلاث النسوة آسية ومريم وخديجة ان كل منهن كفلت نبيا مرسلا واحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته وصدقته فآسية ربت موسى واحسنت اليه وصدقته حين بعث ومريم كفلت كفلت ولدها اتم كفال واعظمها وصدقته حين ارسل وخديجة رغبت وخديجة رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت في ذلك اموالها وصدقته حين نزول عليه حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل وقوله صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هو ثابت في الصحيحين من طريق شعبة ايضا عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والثريد والثريد هو الخبز واللحم جميعا وهو افخر طعام العرم كما وهو افخم وهو افخر طعام العرب كما قال بعض الشعراء اذا ما الخبز تأدمه بلحم اذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك امانة الله الثريد ويحمل قوله وفضل عائشة على النساء ان يكون محفوظا فيعم النساء المذكورات وغيرهن ويحتمل ان يكون عاما فيما عداهن ويبقى الكلام فيها وفيهن موقوفا يحتمل التسوية بينهن فيحتاج من رجح واحدة منهن على غيرها الى دليل من خارج والله اعلم حفصة بنت عمر بن الخطاب قال الزهري وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت قبله تحت خنيس ابن حذافة مات عنها مؤمنا سودة بنت زمعة وقال الزهري وتزوج سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس وكانت قبله تحت السكران ابن عمر اخي سهيل ابن عمر ابن عبد الشمس مات عنها مسلما بعد رجوعه وإياها وإياها من أرض الحبش إلى مكة رضي الله عنهما أم سلمة وقال الزهري وتزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم وكانت قبله تحت ابن عمها أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم أم حبيبة بنت أبي سفيان ذكر البيهقي بعد وقعة الخندق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة الآية السابعة من سورة المنتحنة قال هو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين ثم روى البيهقي عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت عند عبيد الله بن جحش وكان رحل إلى النجاشي فمات وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة وزوجها إياه النجاشي ومهرها أربعة ألاف درهم وبعث بها مع شرحبيل بن حسن وجهزها من عنده وما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال وكان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة عمائة قلت وصحيح أن مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثم عشرة وقية ونش والوقية أربعون درهما والنش النصف وذلك يعدل خمسمائة درهم ثم روى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن عبيد الله بن جحش مات بالحبش نصرانيا فخلف على زوجته أم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها منه عثمان ابن عفار رضي الله عنه قلت أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد كان على إثر ما هاجر مع المسلمين إلى أرض الحبش استنزله الشيطان فزين له دين النصارى فصار إليه حتى مات عليه وأما قول عروة إن عثمان زوجها منه فغريب لأن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته رقية انتهى الشريط الخامس عشر وننتقل إلى الشريط السادس عشر الشريط السادس عشر الوجه الأول والصحيح الهامش قوله والصحيح ما ذكره لقد اختلف قول ابن كثير فيما ولي أمر تزويج أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحبشة في بلاد الحبشة فصحح هذا أنه ابن عمها خالد ابن سعيد ابن العاص بينما صوب في موضع آخر أنه عثمان ابن أبي العاص حيث قال ما يلي وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمي ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي وكانت قبله تحت عبيد الله ابن جحش مات بأرض الحبشة نصرانيا بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمي الضمري أو الضمري إلى أرض الحبشة فخطبها عليه فخطبها عليه فزوجها منه عثمان ابن عفان كذا قال والصواب عثمان ابن أبي العاص وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار وبعث بها مع شرحبيل ابن حسن انتهى الهامش والصحيح ما ذكره يونس عن محمد ابن إسحاق قال بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد ابن سعيد ابن العاص قلت وكان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول العقد أصحمه النجاشي ملك الحبشة وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة توفيت قبل معاوية بسنة وكانت وفاة معاوية في رجب سنة ستين زينب بنت جحش الهامش تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش في شهر صفر من السنة الخامسة للهجرة أي في عام ستة وعشرين وستمائة للميلاد انتهى الهامش هي زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر الأسدية أم المؤمنين وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه قال قتاد والواقبي وبعض أهل المدينة تزوجها عليه الصلاة والسلام سنة خمس زاد بعضهم في ذا القعدة قال الحافظ البيهقي تزوجها بعد بني قريضة وقال خليفة وقال خليفة ابن خياط وأبو عبيدة معمر ابن المثنى وابن مندة تزوجها سنة ثلاث والأول أشهر وهو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من أهل التاريخ وقد ذكر غير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل التاريخ في سبب تزويجه إياها عليه سلام حديثا ذكره أحمد بن حنبل في مسنده تركنا إراده قصدا الهامش قوله تركنا إراده قصدا حبذ لو فعل ابن كثير مثل هذا في مواضع أخرى فترك إراد الأخبار العجيب الغريبة أو الواهية المردودة كما فعل هنا وملخص ما تركه ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر مرة إلى زينب فوقع في نفسه حبها فأخفاه عن زيد حين كان يشكوها إليه وهذا غير صحيح بالمرة ولا أساس له مطلقة بل إن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن زيدا سيطلقها وأنه سيتزوجها بعد ذلك كما ذكر ابن كثير في سياق الكلام وقد وضحناه في كتابنا فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير انتهى الهامش لألا يضعه من لا يفهم من لا يفهم على غير موضعه وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا سورة الأحزاب الآية السابعة والثلاثون وقال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سورة الأحزاب الآية الثامنة والثلاثون وقد تكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه الكفاية الهامش ارجع إلى كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة السابعة والثلاثين من الجزء الخامس انتهى الهامش وقد تكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه الكفاية فالمراد بالذي أنعم الله عليه ها هنا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتق وزوجه بابنة عمه زينب بنت جحش قال فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها ثم وقع بينهما فجاء زوجها يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله وامسك عليك زوجك قال الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه قال علي بن الحسين زين العابدين والسدي كان الله قد علم أنها ستكون من أزواجه فهو الذي كان في نفسه عليه السلام وقد تكلم كثير من السلف ها هنا بآثان غريبة وبعضها فيه نظر تركناه قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها ذلك أن زيد انطلقها فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها يخطبها إلى نفسها فثم تزوجها وكان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى وكان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وفيها أنزلت آية الحجاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا الآية سورة الأحزاب الآية الثالثة والخمسون وروا البيهقي من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد يشكو زينب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك قال أنس فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ورواه البخاري وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهم إن جدي وجدك واحد تعني عبد المطلب فإنه أبو أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب وإني أنكحنيك الله أنكحنيك الله عز وجل من السماء وأن السفير جبريل عليه السلام وروا الإمام أحمد عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها علي فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أآمر ربي عز وجل ثم قامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن قال أنس ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقول يا رسول الله كيف وجدت أهلك فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر قال قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت وأدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما الآية الثالثة والخمسون من سورة الأحزاب وكذا رواه مسلم والنسائي فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة لها ولأخواتها من أمهات المؤمنين وذلك وفق الرأي العمري روى البخاري عن أنس بن مالك قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دع القوم فطعموا وجلسوا يتحدثون فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوم فلما رأى ذلك قام فلما قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم والنسائي وروى البخاري عن أنس بن مالك قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعية فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه قال ارفعوا طعامكم وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته قالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف وجدت أهلك بارك الله لك فتقر حجر نسائه كلهن الهامش فتقر أي قصد وتتبع انتهى الهامش فتقر حجر نسائه كلهن ويقول لهن كما يقول لعائشة ويقول له كما قالت عائشة ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا فخرج حتى إذا وضع رجله في اسكفة الباب في اسكفة الباب وأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب تفرد به البخاري من هذا الوجه وقد روى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه فصنعت أم سليم حيسا ثم حطته في ثور فقالت الهامش حيسا بفتح الحاء المهملة وسكون الياء هو التمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا وربما جعل فيه سويق وهو أكلة عربية معروفة وإيه يعني القائل وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب انتهى الهامش وقوله ثم حطته في ثور ثور بالثاء المثلثة المفتوحة هو القطعة العظيمة من الأقط والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن جامد متحجر انتهى الهامش ثم حطته في ثور فقالت اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذا منا له قليل وقال أنس والناس يومئذ في جهد فجئت به فقلت يا رسول الله بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا له قليل فنظر إليه ثم قال ضعه في ناحية البيت ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا فسمى رجالا كثيرا قال ومن لقيت من المسلمين فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأ من الناس فقلت يا أبا عثمان كم كانوا قال كانوا زهاء ثلاثمئة قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئ فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال ما شاء الله ثم قال لي تحلق عشرة عشرة ويسموا وليأكل كل إنسان مما يليه فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع قال فجئت فأخذت الثورة فنظرت فيه فنظرت فيه فلا أدري أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط فعطانوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس حياء ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على حجره وعلى نسائه فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب فخرجوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى السترة ودخل البيت وأنا في الحجرة فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا وأنزل الله القرآن فخرج وهو يقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية الثالثة والخمسون من سورة الأحزاب قال أنس فقرأهن علي قبل الناس وأنا أحدث الناس بهن عهدا وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي قلت كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها من المهاجرات الأول وكانت كثيرة الخير وصدقة وكان اسمها أولا برة فسمها النبي صلى الله عليه وسلم زينب وكانت تكنا بأم الحكم قالت عائسة رضي الله عنها ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة وثبت في الصحيحين كما سيأتي في حديث الإفك عن عائشة أنها قالت الهامش حديث الإفك هو مفتره رأس النفاق عبد الله بن أبي السلولي على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما سيأتي مفصلا في غزوة بني المصطلق في المغاز النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامش عن عائشة أنها قالت وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عني زينب بنت جحش وهي التي كانت تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا وروا مسلم وروا مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا قالت فكنا نتطاول أينا أطول يدا قالت فكانت زينب أطولنا يدا لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق انفرد به مسلم قال الواقلي وغيره من أهل السير والمغازي والتواريخ توفيت سنة عشرين من الهجرة وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفنت بالبقيع وهي أول امرأة صنع لها النعش صفية بنت حجي كانت أو كان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهد بن النظير من المدينة فذهب عمتهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب وبنوا أب الحقيق وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ ثم لما تأهلت للتزويج تزوجها بعض بني عمها فلما زفت إليه وأدخلت عليه بنى بها ومضى على ذلك ليالي رأت في منامها كأن قمر السماء قد سقط في حجرها فقصت رؤياها على ابن عمها فلطم وجهها وقال أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك فما كان إلا مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصاره إياهم فكانت صفية في جملة السبي وكان زوجها في جملة القتلى ولما اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت في حوزه وملكه وبنى بها بعد استبرائها وحلها وجد أثر تلك اللطم في خدها فسألها ما شأنها فذكرت له ما كانت رأت في تلك الرؤية الصالحة رضي الله عنها وأرضاها وروى البخاري عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية وسبى الذرية وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عطقها صداقها ورواه مسلم وروى البخاري عن أنس بن مالك قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب انفرد به البخاري ميمونة بنت الحارث روى ابن إسحاق روى ابن إسحاق عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب قال ابن هشام كانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها عنه أربعمائة درهم وقال وقد روى البخاري من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف قال البيهقي وروى الدار قطني من طريق أب الأسود يتيم عروة ومن طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قال وتأول رواية ابن عباس الأولى أنه كان محرما أي في شهر حرام كما قال الشاعر قتل ابن عفان الخليفة محرما فدعا فلم أرى مثله مخذولا أي في شهر حرام قلت وفي هذا التأويل نظر لأن الرواية متضافرة عن ابن عباس بخلاف ذلك ولسي ما قوله وتزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال وقد كان في شهر ذي القعدة أيضا وهو شهر حرام وهو شهر حرام وفي صحيح البخاري عن طريق الأوزعي أنبأنا عطاع عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقال سعيد بن المسيب وهما ابن عباس وإن كانت خالتا ما تزوجها إلا بعدما أحل وقال يونس عن ابن إسحاق حدثني بقية عن سعيد بن المسيب أنه قال هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم فذكر كلمته إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فكان الحل والنكاح جميعا فشبها ذلك على ابن عباس وروا مسلم وأهل السنن من طرق عن يزيد ابن الأصم العامري عن خالته ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ونحن حلال بسارف وروا الحافظ البيهقي عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما وهكذا رواه ترمذي والنسائي ثم قال ترمذي حسن ولا نعلم أحدا أسنده عن حماد عن مطر ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا قلت وكانت وفاتها بسرف سنة ثلاث وستين ويقال سنة ستين رضي الله عنها زينب بنت خزيمة روا يعقوب الفسوي عن ابن شهاب الزهري قال وتزوج زينب بنت خزيمة وهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن صحصع ويقال لها أم المساكين وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش بن رئاب قتل يوم أحد فلم تلبث عنده عليه السلام إلا يسيرا حتى توفيت رضي الله عنها جويرية بنت الحارث وقال الزهري وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن الحارث ابن عامر ابن مالك ابن المصطلق من خزاعة يوم المريسيعة فأعتقها وتزوجها ويقال بل قدم أبوها الحارث وكان ملك خزاعة فأسلم ثم تزوجها منه وكانت قبله عند ابن عمها صفوان ابن أبي السفر السفر أو السفر قال قتادة عن سعيد بن المسيب والشعبي ومحمد بن إسحاق وغيرهم قالوا وكان هذا البطر من خزاعة وكان هذا البطر من خزاعة حلفاء لأبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول حسان وحلف الحارث ابن أبي ضرار وحلف قريضة فيكم سواء قال الزهري فهذه إحدى عشرة امرأة دخل بهن قال وقد قسم عمر بن الخطاب وقد قسم عمر بن الخطاب في خلافته لكل امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إثني عشر ألفا وأعطى جويرية وصفية ستة ألاف ستة ألاف بسبب أنهما سبيتا قال الزهري وقد حجبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم لهما الهامش قسم لهما أي جعل لكل منهما ليلة يبيت عندها أسوة بسائر نسائه عليه الصلاة والسلام قال الزهري وقد تزوج العالية بنت ربيان بن عمر من بني كلاب ابن كلاب ودخل بها وطلقها وفي رواية ولم يدخل بها فطلقها وقد قال محمد بن سعد عن هشام بن محمد بن سائب الكلبي حدثني رجل من بني أبي بكر بن كلاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج العالية بنت ربيان بن عمر ابن عوف فمكثت عنده دهرا ثم طلقها وقد روى يعقوب بن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الضحاك بن سفيان الكلابي هو الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وأنا أسمع من وراء الحجاب قال يا رسول الله هل لك في أختي أم شبيب وأم شبيب امرأة الضحاك وبه قال الزهري تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عمر بن كلاب فأم بأ أن بها بياضا فطلقها ولم يدخل بها قلت الظاهر أن هذه هي التي قبلها والله أعلم قال الزهري وتزوج أخت بني الجون الكندي قال الزهري وتزوج أخت بني الجون الكندي الهامش الجون بفتح الجيم وسكون الواو آخره نون والكندي وقد سمها السهيلي في الروض الأنف أسمى بنت النعمان ابن الجون الكندي وقال اتفقوا على تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها واختلفوا في سبب فراقها انتهى الهامش وقال الزهري وتزوج أخت بني الجون الكندي وهم حلفاء بني في زارة فاستعادت منه فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك فطلقها ولم يدخل بها الهامش ونقول ولكن الصحيح أنها أميمة بنت النعمان ابن شرحيل الجونية كما سيأتي بيانه في رواية البخاري وقوله الحقي بأهلك بفتح الحاء المهملة وكسر الهمزة وكسر همزة الوصل عند الابتداء وقيل بفتح الهمزة مقطوعة وكسر الحاء المهملة هو كناية عن الطلاق ويشترط فيه النية بالإجماع والمعنى الحقي بأهلك لأني طلقتك سواء كان لها أهل أم لا انتهى الهامش وقال البيهقي وروينا في حديث أبي رشيد الساعدي في قصة الجونية التي استعاذت فألحقها بأهلها أن اسمها أميمة بنت النعمان ابن شرحيل كذا قال في الهامش قوله كذا قال أي البيهقي وهو الصحيح كما أسلفنا وكما سيأتي انتهى الهامش كذا قال وقد روى الإمام أحمد عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبيه وعباس ابن سهل عن أبيه قال مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا ودخل هو وقد أتي بالجونية فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان ابن شرحيل ومعها داية لها فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق وقالت اني اعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا ابا اسيد اكسها درعتين والحقها بأهلها الهامش قوله بمعاذ بفتح الميم اي بالذي يستعاذ به انتهى الهامش وروا البخاري عن حمزة ابن ابي اسيد عن ابي اسيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا الى حائطين جلسنا بينهما فقال اجلسوها هنا فدخل وقد اتي بالجونية فانزلت في بيت في نخل في بيت في بيت اميمة بنت النعمان ابن شرحيل الهامش قوله في بيت هذا والذي قبله بالتنوين لا بالاضافة قاله الحافظ ابن حجر وتابعه العيني كالكرماني واميمة بالرفع اما بدلا من الجونية او عطف بيان وقال في فتح الباري وظن بعض الشراح انه بالاضافة وتوهم انها امرأة اخرى وقد جاء الوهم من اعادة اللفظ في بيت انتهى الهامش فانزلت في بيت في نخل في بيت اميمة بنت النعمان ابن شرحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك هبي لي نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق الهامش للسوق بضم السين المهملة المهملة اي لواحد من الرعية قال في القاموس السوق الرعية للواحد والجمع والذكر والمؤنث انتهى الهامش وهل تهب الملكة نفسها للسوق قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقال تعوذ بالله منك قال لقد عذتي بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا ابا سيد اكسها رازقيين رازقيين والحقها باهلها الهامش رازقيين براء ثم زاء فقاف مكسورتين بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به والرازقية ثياب من كتان بيض طوال اي متعها بذلك انتهى الهامش قال البخاري وقال الحسين ابن الوليد عن عبد الرحمن ابن الغسيل عن عباس ابن سهل ابن سعد عن ابيه وابي اسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اميمة بنت شرحيل فلما ادخلت عليه بسط يده اليها فكأنها كرهت ذلك فامر ابا اسيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين ثم قال البخاري حدثنا عبد الله ابن محمد ثن ابراهيم ابن الوزير ثن عبد الرحمن ابن حمزة عن ابيه وعن عباس ابن سهل ابن سعد عن ابيه بهذا انفرد البخاري بهذه روايات من بين اصحاب الكتب وقال البخاري ثن الحميدي ثن الوليد ثن الاوزعي سألت الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال اخبرني عروع عن عائشة انها ابنة الجون ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك فقال لقد عدت بعظيم الحقي باهلك باهلك قال البيهقي ورأيت في كتاب المعرفة لابن مندة النسمة التي استعاذت منه اميمة بنت النعمان ابن شرحيل ويقال فاطمة بنت الضحاك والصحيح انها اميمة والله اعلم وقد روى محمد بن سعد عن محمد بن عبدالله عن الزهري قال هي فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان استعاذت منه فطلقها فكانت تلقط البعرة وتقول انا الشقية قال وتزوجها في ذا القعدة سنة ثمان وماتت سنة ستين وروا الحافظ ابو القاسم ابن عساكر عن ابن شهاب الزهري قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن اسد بمكة وكانت قبله تحت عتيق ابن عائد المخزومي ثم تزوج بمكة عائشة بنت ابي بكر ثم تزوج بالمدينة حفصة بنت عمر وكانت قبله تحت خنيس ابن حذيف السهمي ثم تزوج سود بنت زمعة وكانت قبله تحت السكران ابن عمر اخي بني عامر ابن لؤي ثم تزوج ام حبيبة ابن ابي سفيان وكانت قبله تحت عبيد الله ابن جحش الاسدي احد بني خزيمة ثم تزوج ام سلامة بنت ابي امية وكان اسمها هند وكانت قبله تحت ابي سلامة عبد الله ابن عبد الاسد ابن عبد العزة ثم تزوج زينب بنت خزيمة الهلالية وتزوج العالية بنت ضبيان من بني بكر ابن عمر ابن كلاب وتزوج امرأة من بني الجون من كند وسب جويرية في الغزو في الغزوة التي هدم فيها منات غزوة المريسيع ابنة الحارث ابن ابي ضرار من بني المصطلق من خزاعة وسب صفية بنت حوي ابن اخطب من بني النظير وكانت مما افاء الله عليه فقسمه ما له واستسر مارية القبطية فولدت له ابراهيم واستسر ريحانة من بني قريضة ثم اعتقها فلحقت باهلها واحتجبت وهي عند اهلها وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بنت ضبيان وفارق اخت بني عمر بن كلام وفارق اخت بني الجون الكندية من اجل بياض كان بها وتوفيت زينب بنت خزيم الهلالية ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وبلغنا ان العالية بنت ضبيان التي فنكحت ابن عم لها من قومها وولدت فيهم سقناه بالسند لغرابة ما فيه من ذكره تزويج سودا بالمدينة والصحيح انه كان بمكة قبل الهجرة انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني الوجه الثاني وقال يونس ابن بكير عن محمد ابن اسحاق قال فماتت خديجة بنت خويلد قبل ان يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين لم يتزوج عليها امرأة حتى ماتت هي وابو طالب في سنة فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة سودة بنت زمعة ثم تزوج بعد سود عائشة بنت ابي بكر لم يتزوج بكرا غيرها ولم يصب منها ولدا حتى مات ثم تزوج بعد عائشة حفصة بنت عمر ثم تزوج بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية ام المساكين ثم تزوج بعدها ام حبيبة بنت ابي سفيان ثم ثم تزوج بعدها ام سلمة هند بنت ابي امية ثم تزوج بعدها زينب بنت جحش ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث ابن ابي ضرار ثم تزوج بعد جويرية صفية بنت حيي بن اخطب ثم تزوج بعدها ميمونة بنت الحارث الهلالية فهذا الترتيب احسن واقرب مما رتبه زهري والله اعلم قلت وممن تزوجها صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها ام شريك الازدية او ام شريك الازدية قال الواقدي والمثبت انها دوسية وقيل الانصارية ويقال عامرية وانها خولة بنت حكيم السلمي وقال الواقدي اسمها غزية او غزية بنت جابر ابن حكيم وروا محمد بن اسحاق عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه قال كان جميع ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة منهن ام شريك او شريك الانصارية وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي روين عن هشام بن عروة عن ابيه قال كانت خولة يعني بنت حكيم ممن وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش قوله ممن وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن روى ابن جرير وابن ابي حاتم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له اي لم يقبل واحدة منهن وان كان ذلك مباح له ومخصوص به لانه مردود الى مشيئته صلى الله عليه وسلم هذا ما ذكره ابن كثير في التفسير وهو الصحيح انتهى الهامش وممن خطبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعقد عليهم واحد ام هانئ فاختة بنت ابي طالب ابنة عمه فاعتذرت بكبر سنها وعيالها الصغار فتركها رواه عبد الرزاق عن ابي هريرة والترمذي عن ام هانئ اثنان ضباعة بنت عامر ابن قرد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنها سلم ثم سكت عنها ثلاثة حبيبة بنت العباس ابن عبد المطلب فوجد ان اباها اخوه من الرضاعة ارضعتهما ثويبة مولاة ابي لهب والله اعلم فهؤلاء نساؤه صلى الله عليه وسلم وهن ثلاثة اصناف صنف او صنف دخل بهن ومات عنهن وهن التسع المبدأ المبدأ بذكرهن وهن حرام على الناس بعد موته عليه السلام بالاجماع المحقق المعلوم من الدين بالضرورة بالاجماع المحقق المحقق المعلوم من الدين بالضرورة وعدتهن بانقضاء عمارهن قال الله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما الاية الثالثة والخمسون من سورة الاحزاب وصنف دخل بهن وطلقهن في حياته فهل يحل لأحد ان يتزوجهن بعد انقضاء عدتهن منه عليه السلام فيه قولان للعلماء احدهما لا لعموم الاية التي ذكرناها والثاني نعم بدليل اية التخيير وهي قوله يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما الايتان الثامنة والعشرون والتاسع والعشرون من سورة الاحزاب قالوا فلولا انها تحل لغيره ان يتزوجها بعد فراقه اياها لم يكن في تخييرها بين الدنيا والاخرة فائدة اذا لو كان فراقه لها لا يبح لغيره لم يكن فيه فائدة لها وهذا قوي والله تعالى اعلم واما الصنف الثالث وهي من تزوجها وطلقها قبل ان يدخل بها فهذه فهذه تحل لغيره ان يتزوجها ولا اعلم في هذا القسم نزاع واما من خطبها ولم يعقد عقده عليها فاولى لها ان تتزوج واولى سراريه صلى الله عليه وسلم كانت له عليه الصلاة والسلام سريتان احداهما مارية بنت شمعون القبطية اهداها له صاحب اسكندرية واسمه جريج ابن مينا واهدا معها اختها شيرين وغلاما خصيا اسمه مابور وبغلة يقال لها الدلدل فقبل هديته واختار لنفسه مارية وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لها حفن من كورة انصنى وقد وضع عند اهل هذه البلدة معاوية ابن ابي سفيان في ايام امارته الخراج وقد وضع عند اهل هذه البلدة معاوية ابن ابي سفيان في ايام امارته الخراج اكراما لها من اجل انها حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد ذكر وهو ابراهيم عليه السلام قالوا وكانت مارية جميلة بيضاء اعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبها وحظيت عنده لا سيما بعدما وضعت ابراهيم ولده واما اختها شيرين فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت فولدت له ابنه عبد الرحمن ابن حسان واما البغلة فكان عليه السلام يركبها والظاهر والله اعلم انها التي كان راكبها يوم حنين وقد تأخرت هذه البغلة وطالت مدتها حتى كانت عند علي ابن ابي طالب في ايام امارته ومات ومات فصارت الى عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب وكبرت حتى كان يجش لها الشعير لتأكله روى ابو بكر ابن خزيمة عن بريدة ابن الحصيب قال اهدى امير القبط الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين اختين وبغلة فكان يركب البغلة بالمدينة واتخذ احدى الجاريتين فولدت له ابراهيم ابنه ووهب الاخرى وروا الواقدية عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بمارية القبطية وكانت بيضاء جعدة جميلة فانزلها واختها على ام سليم بنت ملحان فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الاسلام فعرض عليهم الاسلام فاسلمت هناك فوطئ مارية بالملك او بالملك وحولها وحولها الى مال له بالعالية وحولها الى مال له بالعالية كان من اموال بني النظير فكانت فيه في الصيف وفي خرافة النخل فكان يأتيها هناك وكانت حسنة الدين ووهب اختها شيرين لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن وولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما سماه ابراهيم وعق عنه بشات يوم سابع وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين وامر بشعره فدفن في الارض وسماه ابراهيم وكانت قابلتها سلما مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت غلاما فجاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره فوهب له عقدا وغار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم حين رزق منها الولد قال الواقدي ماتت مارية في المحرم سنة خمس عشر فصل عليها عمر ودفنها في البقية وكذا قال المفضل ابن غسان الغلابي وقال خليفة ابن خياط وأبو عبيدة ويعقوب ابن سفيان ماتت سنة عشر سنة عشر رحمها الله والأخرى ريحانة بنت زيد من بني النظير ويقال من بني قريضة وقال الواقدي كانت ريحانة بنت زيد من بني النظير وكانت مزوجة فيهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذها لنفسه صفيا وكانت جميلة فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلم فأبت إلا اليهودية ثم أسلمت وقال الواقدي فحدثني عبد الملك ابن سليمان عن أيوبة ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أيوبة ابن بشير المعاوي قال فأرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت سلمة بنت قيس أم المنذر فكانت عندها حتى حاضت حيضة ثم طهرت من حيضها فجاءت أم المنذر فجاءت أم المنذر فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءها في منزل أم المنذر فقال لها إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت وإن أحببت أن تكوني في ملك أطأك بالملك قبلت فقالت فقالت يا رسول الله إني أخف عليك وعلي أن أكون في ملكك فكانت في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأها حتى ماتت قال الواقدي وحدثني ابن أبي ذئب قال سألت الزهري عن ريحانة فقال كانت أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها فكانت تحتجب في أهلها وتقول لا يراني أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الواقدي وهذا أثبت الحديثين عندنا فلم تزر ريحانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع قال أبو نعيم أو أبو نعيم قال أبو محمد ابن عمر الواقدي توفيت ريحانة سنة عشر وصلى عليها عمر بن الخطاب ودفنها بالبقيع ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم لا خلاف أن جميع أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد سوى إبراهيم فمن ماريا بنت شمعون القبطية قال محمد بن سعد أنباءنا هشام بن الكلبي أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال كان أكبر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية فمات القاسم وهو أول ميت من ولده بمكة ثم مات عبد الله فقال العاص بن وائل السهمي قد انقطع نسله فهو أبتر فأنزل الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سورة الكوثر ثم قال ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة فمات وهو ابن ثمانية عشر شهرا وقال الزبير ابن بكار كانت خديجة تذكر في الجاهلية الطاهرة بنت خويلد وقال الزبير ابن بكار كانت خديجة تذكر في الجاهلية الطاهرة بنت خويلد وقد ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم وهو أكبر ولده وبه كان يكنى ثم زينب ثم عبد الله وكان يقال له الطيب ويقال له الطاهر وولد بعد النبوة ومات صغيرا ثم ابنته ام كلثوم ثم فاطمة ثم رقية هكذا الاول فالاول ثم مات القاسم بمكة وهو اول ميت من ولده ثم مات عبد الله ثم ولدت له ماريا بنت شمعون ابراهيم وهي القبطية التي اهدها المقوق الصاحب اسكندرية واهد معها اختها شيرين وخصيا يقال له ما بور فوهب شيرين لحسان ابن ثابت فولدت له ابنه عبد الرحمن وقد انقرض نصل حسان ابن ثابت وقال المفضل ابن غسان عن احمد ابن حنبل حدثنا عبد الرزاق ثنى ابن جريج عن مجاهد قال مكة القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم سبع ليال ثم مات قال المفضل وهذا خطأ والصواب انه عاش سبعة عشر شهرا وقال الحافظ ابو نعيم قال مجاهد مات القاسم وله سبعة ايام وقال الزهري وهو ابن سنتين وقال قتادة عاش حتى مشى فأما زينب فقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي غير واحد كانت زينب اكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة اصغرهن وكانت زينب وكانت فاطمة اصغرهن وأحبهن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج وتزوج زينب ابو العاص ابن الربيع فولدت له عليا وامامة وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة الهامش قوله وهي اي امامة انتهى الهامش وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة فاذا سجد وضعها واذا قام حملها ولعل ذلك كان بعد موت امها سنة ثمان من الهجرة على ما ذكره الواقبي وقتاد وعبد الله ابن أبي بكر بن حزم وغيرهم وكأنها كانت طفلة صغيرة فالله أعلم وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة وكانت وفاة زينب رضي الله عنها في سنة ثمان وقاله قتادة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وخليفة بن خياط وأبو بكر بن أبي خيثم وغير واحد وقال قتادة عن ابن حزم في أول سنة ثمان وذكر حماد بن سلم عن هشام بن عروة عن أبيه أنها لما هاجرت دفعها رجل فوقعت على صخرة فأسقطت حملها ثم لم تزل وجعة حتى ماتت فكانوا يرونها ماتت شهيدة وأما رقي فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عتبة ابن أبي لهب كما تزوج أختها أم كالثوم أخوه عتيبة ابن أبي لهب ثم طلقاهما قبل الدخول بهما بغضة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ويقال إنه أول من هاجر إليها ثم رجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة وولدت له ابنه عبد الله فبلغ ست سنين فنقره ديك في عينيه فمات وبه كان يقنى أولا ثم اكتنى بابنه عمر وتوفيت وقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ولما أن جاء البشير بن نصر إلى المدينة وهو زيد بن حارثة وجدهم قد ساووا على قبرها التراب وكان عثمان قد أقام عليها يمرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه وأجره ولما رجع زوجه باختها أم كلثوم أيضا ولهذا كان يقال له ذن نورين ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسع ولم تلد له شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كن عشرا لزوجتهن عثمان وأما فاطمة فتزوجها ابن عمها علي بن أبي طالب في صفر سنة ثنتين فولدت له الحسن والحسين ويقال ومحسنا وولدت له أم كلثوم وزينب وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة وأكرمها إكراما زائدة أصدقها أربعين ألفا أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب ولما قتل عمر بن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر فماتت عنه فمات عنها فخلف عليها أخوه محمد فمات عنها فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده وقد كان عبد الله بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت علي وماتت عنده أيضا وتوفيت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر على أشهر الأقوال وهذا الثابت عن عائشة في الصحيح وقاله الزهري أيضا وأبو جعفر الباقر وعن الزهري بثلاثة أشهر وقال أبو الزبير بشهرين وقال أبو بريدة عاشت بعده سبعين ما بين يوم وليلة وقال عمر بن دينار مكثت بعده ثمانية أشهر وأما إبراهيم فمن مارية القبطية كما قدمنا وكان ميلاده في ذي الحج سنة ثمان وروا أبو يعلى عن أنس قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم مستردعا في عوالي المدينة وكان ينطلق ونحن معه فيدخل إلى البيت وإنه لا يدخن وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع الهامش قينا بالقاف أوله أي حدادا انتهى الهامش وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع قال عمر فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة الهامش الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه انتهى الهامش وروا الإمام أحمد عن الشعبي عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهرا وقال إن له في الجنة من يتم رضاعه وهو صديق وروا أبو يعلى المصري عن ابن أبي أوفا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه وصليت خلفه وكبر عليه أربعاء وقد روا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة ابن يزيد ابن ركانة قال مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصلي عليه وقال الواقدي مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ثلاثال عشر ليال خلون من ربيع الأول سنة عشر وهو ابن ثمانية عشر شهرا في بني مازن بن النجار في دار أم برزة بنت المنذر ودفن بالبقيع قلت وقد كسفت الشمس يوم موته فقال الناس كسفت لموت إبراهيم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته قاله الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر مواليه صلى الله عليه وسلم منهم أسامة بن زيد ابن حارثة أبو زيد الكلبي ويقال أبو يزيد ويقال أبو محمد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه وأمه أم أيمن واسمها بركة كانت حاضينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره وممن آمن به قديما بعد بعثته وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته وكان عمره إذ ذاك ثمان عشرة أو تسع عشرة سنة وتوفي وهو أمير على جيش كثيف منهم عمر بن الخطاب ويقال أبو بكر الصديق وهو ضعيف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبه أو نصبه للإمامة فلما توفي عليه السلام وجيش أسامة مخيم بالجرف الهامش الجرف بضم الجيم هو ها هنا موضع قرب المدينة ويوجد مثله قرب مكة وباليمن وباليمامة انتهى الهامش وجيش أسامة مخيم بالجرف واستطلق أبو بكر من أسامة عمر بن الخطاب في الإقامة عنده ليستضيء برأيه فأطلقه له وأنفذ أبو بكر جيش أسامة بعد مراجعة كثيرة من الصحابة له في ذلك وكل ذلك يأبى عليهم ويقول والله لا أحل رأية والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فساروا حتى بلغوا تخوم البلقى من أرض الشام حتى قتل أبوه زيد وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم فأغار على تلك البلاد وغانم وسبا وكر راجعا سالما مؤيدا كما سيأتي الهامش سيأتي هذا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع بعونه تعالى انتهى الهامش فلهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يلقى أسامة إلا قال له السلام عليك أيها الأمير ولما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم راية الإمرة طعن بعض الناس في إمارته فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيها إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الخلق إلي بعده وهو في الصحيح من حديث موسى بن عقبى عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر وثبت في صحيح البخاري عن أسامة رضي الله عنها أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن يقول اللهم إني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم إني أحبهما إني أحبهما فأحبهما ولهذا لما فرض عمر بن الخطاب للناس في الديوان فرض لأسامة في خمسة ألاف وأعطى ابنه عبد الله بن عمر في أربعة ألاف فقيل له في ذلك فقال إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وأبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيك وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اردفه خلفه على حمار عليه قطيفة حين ذهب يعود سعد بن عباد قبل وقعة بدر قلت وهكذا اردفه ورأه على ناقته حين دفع من عرفات إلى المزدلفة كما قدمنا في حجة الوداع وقد ذكر غير واحد أنه رضي الله عنه لم يشهد مع علي شيئا من مشاهده واعتذر إليه بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل ذلك الرجل وقد قال له وقد قال لا إله إلا الله فقال من من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة أقتلته بعدما قال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة الحديث وذكر فضائله رضي الله عنه الهامش الحديث رواه البخاري ومسلم عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما وقد كان اسودك الليل افطس حلوا حسنا كبيرا فصيحا عالما ربانيا رضي الله عنه ولهذا وكان ابوه كذلك الا انه كان ابيض شديد البياض ولهذا طعن بعض من لا يعلم في نسبه منه ولما مر مجزر المدلجي عليهما وهما نائمان في قطيفة وقد بدت اقدامهما اسامة بسواده وابوه زيد ببياضه قال سبحان الله ان بعض هذه الاقدام لمن بعض اعجب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عيشة مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال ألم ترى ألم ترى أن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الاقدام لمن بعض الهامش الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة انتهى الهامش ولهذا أخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد من هذا الحديث من حيث التقرير عليه والاستبشار به من حيث التقرير عليه والاستبشار به العمل بقول القافة في اختلاط الأنساب واشتباهها كما هو مقرر في موضعه والمقصود أنه رضي الله عنه توفي سنة اربع وخمسين مما صححه أبو عمر وقال غيره سنة ثمان أو تسع وخمسين وقيل مات بعد مقتل عثمان فالله أعلم وروا له الجماعة في كتوبهم الستة ومنهم أسلم وقيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز وقيل أبو رافع وقيل هرمز أبو رافع القبطي أسلم قبل بدر ولم يشهدها لأنه كان بمكة مع سادته آل العباس وكان ينحت القداح ثم هاجر وشهد أحدا وما بعدها وكان كاتبا وقد كتب بين يدي علي بن أبي طالب بالكوفة قاله المفضل ابن غسان الغلابي وشهد فتح مصر في أيام عمر وقد كان أولا للعباس بن عبد المطالب فوهابه للنبي صلى الله عليه وسلم وعتقه وزوجه مولاته سلما فولدت له أولادا وكان يكون على ثقة للنبي صلى الله عليه وسلم وروا الإمام أحمد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لي أبي رافع اصحبني كيما تصيبوا منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم وروا أبو يعلى في مسنده عنه أنه أصابهم برد شديد وهم بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له لحاف فليلحف من لا لحاف له قال أبو رافع فلم أجد من يلحفني معه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي لحافة فنمنى حتى أصبحنا فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجليه حية فقال يا أبو رافع اقتلها اقتلها وروا له الجماعة في كتوبهم ومات في أيام علي رضي الله عنه ومنهم أنسة بنت ومنهم أنسة ابن زيادة ابن مشرح أو مشرح ويقال أبو مسرح من مولدي السرات الهامش مولدي السرات هو موضع بين مكة واليمن كما سيأتي فيها قرى وجبال ويضاف إليها عدد من القبائل انتهى الهامش من مولدي السرات مهاجري شهد بدرا فيما ذكره عروة والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن اسحاق والبخاري وغير واحد قالوا وكان ممن يأذن على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وذكر خليفة ابن خياط في كتابه الهامش في كتابه أي كتاب التاريخ له وخليفة ابن خياط العصفري محدث نسابة اخباري توفي عام اربعين ومئتين للهجرة انتهى الهامش وذكر خليفة ابن خياط في كتابه عن ابن عباس قال استشهد يوم بدر انس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الواقدي وليس هذا بثابت عندنا ورأيت اهل العلم يثبتون انه شهد احدا ايضا وبقي زمانا وانه توفي في حياة ابي بكر رضي الله عنه ايام خلافته ومنهم ايمن ابن عبيد ابن زيد الحبشي ونسبه ابن مند الى عوف ابن الخزرج وفيه نظر وهو ابن ام ايمن بركة اخو اسامة لامه قال ابن اسحابه وكان على مطهرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن ثبت يوم حنين ويقال انه ويقال ان فيه وفي الصحابة نزل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا سورة الكهف الاية العاشرة بعد المئة قال الشافعي قتل ايمن مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقال فرواية مجاهد عنه منقطعة يعني بذلك ما رواه الثوري عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن ايمن الحبشي قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق الا في المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينار وقد رواه ابو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن مجاهد وعطاء عن ايمن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا يقتضي تأخر موته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يكن الحديث مدلسا عنه ويحتمل ان يكون اريد غيره والجمهور كابن اسحاق وغيره ذكروه في من قتل من الصحابة يوم حنين فالله اعلم ومنهم ثوبان ابن بحدد ويقال ابن جحدر ابو عبد الله ويقال ابو عبد الكريم ويقال ابو عبد الرحمن اصله من اهل السرات مكان وهو مكان بين مكة واليمن وقيل من حمير من اهل اليمن وقيل من الهان وقيل من حكم ابن سعد العشيرة وقيل من حكم ابن سعد العشيرة من مذهج اصابه سبي في الجاهلية فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه وخيره ان شاء ان يرجع الى قومه وان شاء يثبت فانه منهم اهل البيت فاقام على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارقوا حضرا ولا سفرا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مصر ايام عمر ونزل حمص بعد ذلك وابتنى بها دارا واقام بها الى ان مات سنة اربع وخمسين وقيل سنة اربع واربعين وهو خطأ وقيل انه مات بمصر والصحيح بحمص كما قدمنا والله اعلم روى له البخاري في كتاب الادب ومسلم في صحيح واهل السنن الاربعة ومنهم حنين مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين وروينا انه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويوضئه فاذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم خرج بفضلة الوضوء خرج بفضلة الوضوء الى اصحابه فمنهم من يشرب منه ومنهم من يتمسح به فاحتبسه حنين فخبأه عنده في جرة حتى شكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تصنع به فقال ادخره عندي اشربه يا رسول الله فقال عليه السلام هل رأيتم غلاما احصى ما احصى هذا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لعمه العباس فاعتقه رضي الله عنهما ومنهم رافع او ابو رافع ويقال له ابو البهي قال ابو بكر ابن ابي خيثمة كان لابي احيحة سعيد ابن العاص الاكبر فورثه بنوه واعتق ثلاثة منهم انصباءهم وشهد معهم يوم بدر فقتلوا ثلاثتهم ثم اشترى ابو رافع بقية انصباء ابن سعيد مولاه الا نصيب الا نصيب خالد ابن سعيد فوهب خالد نصيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبيله واعتق فكان يقول انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان بنوه يقولون من بعده ومنهم رباح الاسود وكان يأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اخذ الاذن لعمر بن الخطاب حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة يوم آل من نسائه واعتزلهم في تلك المشربة وحده عليه السلام هكذا جاء مصرحا باسمه في حديث عكريمة ابن عمار عن سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر وقال الامام احمد ثنى وكيع ثنى عكرمة ابن عمار عن اياس بن سلم ابن الاكوى عن ابيه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يسمى رباحا ومنهم رويفع مولاه عليه السلام عليه الصلاة والسلام هكذا عده في الموالي مصعب بن عبد الله الزبيري وابو بكر ابن ابي خيثمة قال وقد وفد ابنه على عمر ابن عبد العزيز في ايام خلافته ففرض له قال ولا عقب له قلت كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله شديد الاعتناء بموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يعرفهم ويحسن اليهم وقد كتب في ايام خلافته الى ابي بكر بن حزم عالم اهل المدينة في زمانه ان يفحص له عن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء وخدامه رواه الواقدي وقد ذكره ابو عمر مختصرا وقال لا اعلم له رواية حكاه ابن الاثير في الغابة ومنهم زيد بن حارثة الكلبي وسيأتي طرف من ذكره الهامس سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامس وسيأتي طرف من ذكره عند ذكر مقتله بغزوة موتة بغزوة موتة رضي الله عنه وذلك في جمادة من سنة ثمان قبل الفتح بأشهر وقد كان هو الامير المقدم بعد ثم بعده جعفر ثم بعده عبدالله بن رواحة وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية الا امره عليهم ولو بقي بعده لا استخلف رواه احمد ومنهم زيد ابو يسار قال ابو القاسم البغوي في معجم الصحابة سكن المدينة روا حديثا واحدا لا اعلم له غيره ثم روا البغوي بسنده عن بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم سمعت ابي حدثني عن جدي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان فر من الزحف وهكذا رواه ابو داود عن ابي سلم واخرجه الترمذي عن محمد ابن اسماعيل البخاري عن ابي سلمة موسى ابن اسماعيل به وقال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه انتهى الشريط السادس عشر وننتقل الى الشريط السابع عشر الشريط السابع عشر الوجه الاول ومنهم سفينة ابو عبد الرحمن ويقال ابو البختري وكان اسمه مهران وقيل عبس وقيل احمر وقيل رومان فلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لسبب سنذكره الهامش سيأتي ذكر سبب تلقيبه بسفينة في حديث الامام احمد التالي انتهى الهامش فلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لسبب سنذكره فغلب عليه وكان مولى لام سلمة فاعتقته فاعتقته واشترطت عليه ان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يموت فقبل ذلك وقال لو لم تشترط علي ما فارقته وهذا الحديث في السنن وهو من مولدي العرب واصله من ابناء فارس وهو سفينة ابن مافنة وقال الامام احمد ثن ابو النظر ثن حشرج ابن نباتة العبسي الكوفي حدثنا سعيد ابن جمهان حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في امتي ثلاثون سنة ثم ملكا بعد ذلك ثم قال لي سفينة امسك خلافة ابي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وامسك خلافة علي ثم قال فوجدناها ثلاثين سنة ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم اجده يتفق لهم ثلاثون قلت لسعيد اين لقيت السفينة قال ببطن نخلة في زمن الحجاج فاقمت عنده ثلاث ليال اسأله عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له مسمك قال ما انا بمخبرك سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة قلت ولم سماك سفينة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال لي ابصد كساك ابصد كساك فبصدته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احمل فانما انت سفينة فلو حملت يومئذ وقر بعير او بعيرين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة ما ثقل علي الا ان يجفو الهامش قوله يجفو بضم الياء المثنهة التحتية بعدها جيم ساكنة هذا هو صوابه وهو من اجفل الماشية اذا اتعبها ولم يدعها تأكل ولا علفها قبل ذلك وذلك اذا ساقها سوقا شديدا وجاءت هذه الكلمة في المطبوعة بالحاء بالحاء المهملة وهو تحريف انتهى الهامش وهذا الحديث عن ابي داود والترمذي والنسائي ولفظه عندهم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وروى الامام احمد عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كن في سفر فكان كلما اعيا رجل انقى علي ثيابة ترسا او سيفا حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت سفينة هذا هو المشهور من تسميته هذا هو المشهور في تسميته سفينة وروى له مسلم واهل السنن وقد تقدم في الحديث الذي رواه الامام احمد انه كان يسكن بطن نخلة وانه تأخر الى ايام الحجاج ومنهم سلمان الفارسي ابو عبد الله مولي الاسلام اصله من فارس وتنقلت به الاحوال الى انصار لرجل من يهود المدينة فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة اسلم سلمان وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتب سيده اليهودي واعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اداء ما علي فنسب إلي وقال سلمان منا أهل البيت وقد قدمنا صفة هجرته من بلده الهامش سبق ذكر قصة إسلام سلمان رضي الله عنه في سبب إسلام نفر من الصحابة في الفصل الثالث من هذا الجزء انتهى الهامش وقد قدمنا صفة هجرته من بلده وصحبته وصحبته لأولئك الرهبان واحدا بعد واحد حتى آل به الحال إلى المدينة المنورة وذكر صفة إسلامه رضي الله عنه في أوالي الهجرة النبوية إلى المدينة وكانت وفاته في سنة 35 في آخر أيام عثمان أو في أول سنة 36 وقيل إنه توفي في أيام عمر بن الخطاب والأول أكثر قال العباس بن يزيد البحراني وكان أهل العلم لا يشكون أنه عاش 250 سنة واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 وقد ادعى بعض الحفاظ المتأخرين أنه لم يجاوز المئة فالله أعلم بالصواب ومنهم شقران الحبشي واسمه صالح بن عدي ورثه عليه السلام من أبي وقال مصعب الزبيري ومحمد بن سعد كان لعبد الرحمن بن عوف وهبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد روى أحمد بن حنبل عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه ذكره في من شهد بدرا قال ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ذكره محمد بن سعد في من شهد بدرا وهو مملوك فلهذا لم يسهم له بل استعمله على الأسرى فحذاه كل رجل له أسير كل رجل له أسير شيئا قوله فحذاه أي منحه وأعطاه انتهى الهامش فحذاه كل رجل له أسير شيئا فحصل له أكثر من نصيب كامل قال وقد كان ببدر ثلاثة غلمان غيره غلام لعبد الرحمن بن عوف غلام لحاطب بن أبي بلتع وغلام لسعيد بن معاذ فردخ لهم ولم يقسم الهامش فردخ لهم الردخ من الغنيمة هو عطاء غير محدود يمنحه الأمير لمن لا سهم له في الغنيمة انتهى الهامش قال أبو القاسم البغوي وليس له ذكر في من شهد بدرا في كتاب الزهري ولا في كتاب ابن إسحاق وذكر الواقذي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شقران مولاه على جميع ما وجد في رحال المريسيع من رثة المتاع والسلاح والنعم والشاء وجمع الذرية ناحية الهامش قوله من رثة المتاع بكسر الراء أو من رثة المتاع بكسر الراء أي السقط من متاع البيت وغيره انتهى الهامش وروا الإمام أحمد عن شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء وفي هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله عنه شهد هذه المشاهد وقد تقدم أنه شهد غسل أنه شهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبره الهامش سبق هذا في دفنه صلى الله عليه وسلم في الفصل الخامس السابق انتهى الهامش وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبره وأنه وضع تحته القطيفة التي كان يصلي عليها وقال والله لا يلبسها أحد بعدك وذكر الحافظ أبو الحسن ابن الأثير في أسل الغابة أنه انقرض نسله فكان آخرهم موتا بالمدينة في أيام الرشيد ومنهم ضمير ابن أبي ضمير الحميري أصابه سبي في الجاهلية فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقى ذكره مصعب الزبيري قال وكانت له دار بالبقيع وولد له قال عبد الله ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضمير عن أبيه عن جده ضمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضمير وهي تبكي فقال لها ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت قالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة وولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ضمير فدعاه فابتاعه منه ببكر قال ابن أبي ذئب ثم أقرأني ثم أقرأني كتابا عنده بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ضميره وأهل بيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم فلا يعرض لهم إلا بحق ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيرا وكتب أبي بن كعب الهامش هذا الخبر رواه البخاري في التاريخ والبغوي وابن مندى ورواه محمد بن سعد في الطبقات كما سيأتي لاحقا في ذكر والده أبي ضميره انتهى الهامش ومنهم طهمان أو طهمان ويقال ذكوان ويقال مهران ويقال ميمون وقيل كيسان أو كيسان وقيل باذام روا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي وإن مولى القوم من أنفسهم رواه البغوي عن عطاء بن السائب عن إحدى بنات علي بن أبي طالب وهي أم كلثوم بنت علي قالت حدثني مولى للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال له طهمان أو ذكوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ومنهم عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم فضال مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن سعيد أنباءنا الواقبي حدثني عتبة ابن خيرة الأشهلي قال كتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر محمد ابن عمر بن حزم ان افحص لي عن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء وموالي فكتب اليه قال وكان فضالة مولا له يماني نزل الشام بعد وكان ابو مويهبة مولدا من مولدي مزينة فاعتقه قال ابن عساكر لم اجد لفضالة ذكرا في الموالي الا من هذا الوجه ومنهم قفيز اوله قاف واخره زاي روى ابو عبد الله ابن ممدة عن ابي بكر ابن عبد الله ابن انيس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له قفيز ومنهم كركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وقد ذكره ابو بكر ابن حزم فيما كتب به الى عمر ابن عبد العزيز روى الامام احمد عن عبد الله ابن عمر قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال هو في النار فنظروا فاذا عليه عباءة قد غلها او كساء قد غله ورواه البخاري ومنهم كيسان قال البغوي حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثم ابن الفضيل عن عطاء ابن الساعب قال اتيت ام كلثوم بنت علي فقالت حدثني مولا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له كيسان وان مولانا يقال له كيسان قال له النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من امر الصدقة ان اهل بيت نهينا ان نأكل الصدقة وان مولانا من انفسنا فلا تأكل الصدقة ومنهم مابور القبطي الخصي اهداه له صاحب اسكندرية مع مارية وشيرين والبغلة وقد قدمنا مع خبره في ترجمة مارية رضي الله عنهما ما فيه كفاية الهامش سبق هذا في سراريه صلى الله عليه وسلم من هذا الفصل انتهى الهامش ومنهم مدعم او مدعم وكان اسودا من مولدي حسمي اهداه رفاعة ابن زيد الجذامي الهامش يحط عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلها اذ جاءه سهم عائر فقتله الهامش العائر الساقط الذي لا يعرف رامي انتهى الهامش فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا لتشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك جاء رجل بشراك او شراكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكان من نار اخرجاه من حديث مالك عن ثور بن يزيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة ومنهم نافع مولاه روى الحافظ بن عساكر عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة شيخ زان ولا مسكين متكبر ولا منان بعلمه على الله عز وجل الهامش جاءت فقرات من الحديث في رواية كثيرة منها في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زال وملك كذاب وعائل مستكبر رواه النسائي انتهى الهامش ومنهم نفيع او نفيع ويقال مسروح ويقال نافع ابن مسروح والصحيح نافع ابن الحارث ابن كلدة ابن أبو بكرة الثقافي وأمه سمية أم زياد تدلى هو وجماعة من العبيد من سورة طائف فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نزوله في بكرة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرة قال أبو نعيم أو أبو نعيم وكان رجلا صالحا آخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي برزة الأسلمي قلت وهو الذي صلى عليه بوصيته إليه ولم يشهد أبو بكرة وقعة الجمل ولا أيام صفين وكانت وفاته في سنة 51 وقيل سنة 52 ومنهم واقد أو أبو واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم هشام مولى النبي صلى الله عليه وسلم روى محمد بن سعد عن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد نامس قال طلقها قال إنها تعجبني قال فتمتع بها قال ابن مندة وقد رواه جماعة عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن مولى بني هاشم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه ومنهم يسار ويقال إنه الذي قتله العرانيون وقد مثلوا به الهامش وقال ابن هشام هم نفر من قيس كبة أو كبة من بجيلة شكوا الجرب فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من ألبان إبل الصدقة وأبوالها فقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل ثم عقبهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وقد ذكر الواقدي بسمده عن يعقوب ابن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه يوم قرقرة يوم قرقرة الكدر مع نعم بن غطفان وسليم فوهبه الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله منهم لأنه رآه يحسن الصلاة فاعتقى ثم قسم في الناس النعم ثم قسم في الناس النعم فأصاب كل إنسان منهم سبعة أبعرة وكانوا مئتين الهامش يوم قرقرة الكدر بفتح القاف والكاف وسكون الدال موضع قرب المدينة انتهى الهامش ومنهم أبو الحمراء مولى النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو الذي يقال أن اسمه هلال ابن الحارث وقيل ابن مظفر وقيل هلال ابن الحارث ابن ظفر السلمي أصابه سبي في الجاهلية قال عباس الدوري عن ابن معين أبو الحمراء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه هلال ابن الحارث كان يكون بحمص وقد رأيت بها غلاما من ولده وقال غيره كان منزله خارج باب حمص وقال أبو الوازع عن سمرة كان أبو الحمراء في الموالي ومنهم أبو سلم راعي النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أبو سلام واسمه حريث روى أبو القاسم البغوي عن أبي سلم راعي النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالبعث والحساب دخل الجنة قلنا أنت سمعت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال أنا سمعت هذا منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع لم يورد له ابن عساكر سوى هذا الحديث وقد روى له النسائي في اليوم والليلة آخر وقد روى له النسائي في اليوم والليلة آخر وأخرج له ابن ماجا ثالثا ومنهم أبو صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو القاسم البغوي عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزبين فيه حصى الهامش بزبين مثل أمير وسكين هو القفة أو الوعاء أو الجراب انتهى الهامش ويجاء بزبين فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى الأولى سبح حتى يمسي ومنهم أبو ضميرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم والد ضميرة المتقدم الهامش تقدم الكلام في ولده ضميرة في هذا الموضوع انتهى الهامش والد ضميرة المتقدم وزوج أم ضميرة وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخبرهم في كتابهم وقال محمد بن سعد في الطبقات أنبأنا إسماعيل بن عبد الله ابن أويس المدني حدثني حسين بن عبد الله ابن أبي ضميرة أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ضميرة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته إنهم كانوا أهل بيت من العرب وكانوا ممن أفاء الله على رسوله فاعتقهم ثم خير أبا ضميرة إن أحب أن يلحق بقومه فقد أذن له وإن حب أن يمكث مع رسول الله فيكونوا مع أهل بيته فاختار الله ورسوله ودخل في الإسلام فلا يعرضوا لهم أحد إلا بخير ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيرا وكتب أبي بن كعب وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتاب فعرض لهم النصوص فأخذوا ما معهم فأخرجوا هذا الكتاب إليهم فاعلموهم بما فيه فقرأوه فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعرضوا لهم قال ووفد حسين بن عبد الله بن أبي الضميرة إلى المهدي أمير المؤمنين وجاء معه بكتابهم هذا وجاء معه بكتابهم هذا فأخذه المهدي فوضعه على بصره وأعطى حسينا ثلاثمائة دينار ومنهم أبو عبيد مولاه عليه الصلاة والسلام قال الإمام أحمد حدثنا عفان ثنى أبان العطار ثنى قتابا عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا فيه لحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني ذراعها فناولته فقال ناولني ذراعها فقلت يا نبي الله كم للشات من ذراعه قال والذي نفسي بيبه لو سكت لو سكت لو سكت لا أعطيتني ذراعها ما دعوت به ورواه الترمذي في الشمائل عن بندار عن مسلم ابن إبراهيم عن أبان ابن يزيد العطار به ومنهم أبو عشيب ومنهم من يقول أبو عسيب والصحيح الأول ومن الناس من فرق بينهما وقد شهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحضر دفنه وروا أبو عبد الله ابن منده عن أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم بر بعمر فدعاه فخرج إليه ثم انطلق يمشي حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحائط أطعمنا بسرا فجاء به فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا جميعا ثم دعا بماء فشرب منه ثم قال إن هذا النعيم لتسألن يوم القيامة عن هذا فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر ثم قال يا نبي الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة قال نعم إلا من ثلاثة خرقة يستر بها الرجل عورته أو كسرة يستر بها الرجل عورته أو كسرة يسد بها جوعة أو حجر يدخل فيه يعني من الحر والقر ورواه الإمام أحمد ومنهم أبو كبشة الأنماري من أنمار مذحج على المشهور مولى النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه أقوال أشهرها أن اسمه سليم وقيل عمر بن سعد وقيل عكسة وأصله من مولدي أرض دوس وكان ممن شهد بدرا قال موسى بن عقب عن الزهري وذكره ابن إسحاق والبخاري والواقلي ومصعب الزبيري وأبو بكر ابن أبي خيثمة زاد الواقلي وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد وتوفي يوم استخلف عمر بن الخطاب وتوفي يوم استخلف عمر بن الخطاب وذلك في يوم الثلاثان ثمان بقين من جماد الآخرة سنة ثلاث عشر من الهجرة وقيل وقال خليفة بن خياط وفي سنة ثلاث وعشرين توفي أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الترمذي عن أبي كبشة أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ما نقص مال عبد من صدقة وما ظلم عبد بمظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر الحديث وقال حسن صحيح ورواه أحمد ومنهم أبو مويهبة مولاه عليه السلام وكان منه الذي مزينه اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه ولا يغرف اسمه رضي الله عنه وقال أبو مصعب الزبيري شهد أبو مويهبة المريسيع وهو الذي كان يقود لعائشة رضي الله عنها بعيرها إيماءه صلى الله عليه وسلم منهن أميمة قال ابن الأثير وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روى حديثها أهل الشام روى عنها جبير ابن نفير أنها كانت توضيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل يوما فقال له أوصني فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت بالنار ولا تدع صلاة متعمدة فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله لا تشربن مسكرا فإنه رأس كل خطيئة ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تختلي من أهلك ودنياك الهامش الحديث رواه الطبراني قال الحافظ المنذري وفي إسناده يزيد بن سينان الرهاوي ونقول يزيد بن سينان ضعيف وقد جاء هذا الحديث برواية أخرى فرواه الطبراني ومحمد بن ناصر عن عبادة بن الصامت بإسنادين لا بأس بهما ورواه ابن ماجة والبيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه ورواه أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بإسناد فيه انقطاع هذا منخص ما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ولهذه المنهيات الواردة فيه أصل في الصحيح انتهى الهامش ومنهن بركة أم أيمن وأم أسامة ابن زيد ابن حارثة وهي بركة بنت ثعلبة ابن عمر الحبشية غلب عليها كنيتها أم أيمن وهو ابنها من زوجها الأول عبيد ابن زيد الحبشي ثم تزوجها بعده زيد بن حارثة فولدت له أسامة ابن زيد وتعرف بأم الضبا وقد هاجرت الهجرتين رضي الله عنها وهي حاضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وقد كانت ممن ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه قاله الواقدي وقال غيره بل ورثها من أمه وقيل بل كانت لأخت خديجة فوهبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت قديما وهاجرت وتأخرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد زارها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فبكت فقال لها أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بلى ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء فجعل يبكيان معها الهامش روى هذا الخبر مسلم في صحيحه انتهى الهامش وروى البخاري في التاريخ عن الزهري قال كانت أم أيمن فحظن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبر فاعتقها ثم زوجها زيد بن حارثة وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر وقيل ستة أشهر الهامش قوله وقيل ستة أشهر إلى آخره هذا ليس من قول الزهري بل هو من كلام ابن كثير انتهى الهامش وقيل إنها بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب وقد رواه مسلم عن الزهري قالت كانت أم أيمن الحبشية فذكره الهامش قوله فذكره أي الحديث ولفظ الحديث لمسلم قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر انتهى الهامش وقال محمد بن سعد عن الواقدي توفيت أم أيمن في أول خلافة عثمان بن عفان ومنهن بريرة فإنها كانت لآل أبي أحمد بن جحش فكاتبوها فاشترتها عائشة منهم فاعتقتها فثبت ولاؤها لها كما ورد الحديث بذلك في الصحيحين ولم يذكرها ابن عساكر ومنهن خضرة ذكرها ابن مندة فروى عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال له خضرة قوله فروى عن جعفر ابن محمد عن أبيه الهامش والد جعفر هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه انتهى الهامش ومنهن خليسة مولاة حفصة بنت عمر وذكر ابن الأثير خليسة مولاة سلمان الفارسي وقال لها ذكر في اسلام سلمان بنت حيي وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم أما ابنتها أمت الله بنت رزينة فقد ذكرها بعضهم من إيمائه صلى الله عليه وسلم والصحيح أن الصحبة لأمها رزينة ومنهن رضوى قال ابن الأثير روى سعيد بن بشير عن قتادة عن رضوى بنت كعب أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحائض تخضب فقال ما بذلك بأس رواه أبو موسى المديني ومنهن ريحانة بنت شمعون القرضية وقيل النظرية وقد تقدم ذكرها بعد أزواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ومنهن سانية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه حديثا في اللقطة وعنها طارق ابن عبد الرحمن روى حديثها أبو نوسى المديني فهكذا ذكر ابن الأثير في أسل الغابة ومنهن سديسة الأنصارية وقيل مولاة حفصة بنت عمر ومنهن سلامة حاضنة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه حديثا في فضل الحمل والطلق والرضاع والسهر فيه غرابة ونكار من جهة إسناده ومتله رواه أبو نعيم وابن مندة ومنهن سلمة وهي أم رافع امرأة أبي رافع كما رواه الواقدي عنها أنها قالت كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخضرة ورضوى وميمون بنت سعد فأعتقن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا وقد روت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يطول ذكرها واستقصاؤها قال مصعب الزبيري وقد شهدت سلمة وقعة حلين قلت وقد ورد أنها كانت تطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم الحريرة فتعجبه الهامش الحريرة الحساء المطبوخ من الدقيق والدسم والماء وهي أكلة معروفة في بلادنا بهذا الاسم انتهى الهامش وقد تأخرت إلى بعد موته صلى الله عليه وسلم وشهدت وفاة فاطمة رضي الله عنها وقد كانت أولا لصفية بنت عبد المطنب عمته عليه السلام ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قابلة أولاد فاطمة وهي التي قبلت إبراهيم أو قبلت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهدت غسل فاطمة وغسلتها مع زوجها علي بن أبي طالب وأسمى بنت عميس امرأة الصديق ومنهن شيرين ويقال سيرين أخت مارية القبطية خالة إبراهيم عليه السلام وقدمنا أن المقوقس أو المقوقس صاحب إسكندرية واسمه جريج ابن مينة أهداهما مع غلام اسمه مابور وبغله وقال لها الدلدل فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت فولدت له ابنه عبد الرحمن ابن حسان ومنهن عنقودة أم مليح الحبشية جارية عائشة كان اسمها عنبة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقودة رواه أبو نوعين ويقال اسمها غفيرة ومنهن فروة ضئر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرضعه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فاقرأي قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك ذكرها أبو أحمد العشكري قاله ابن الأثير في أسل الغابة ومنهن ليلى مولاة عائشة ومنهن مارية القبطية أم إبراهيم تقدم ذكرها مع أمهات المؤمنين وقد فرق ابن الأثير بينها وبين مارية أم الرباب قال وهي جارية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديثها عن أهل البصرة حديثها عند أهل البصرة رواه عبد الله بن حبيب عن أم سلما عن أم سلما عن أمها عن جدتها مارية قالت تطأبأت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد حائط الليلة فر من المشركين ثم قال ومارية خادم النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو بكر عن ابن عباس الهامش أبو بكر هو محمد بن جعفر الخرائطي العالم المشهور انتهى الهامش روى أبو بكر عن ابن عباس عن المثنى بن صالح عن جدته مارية وكانت خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما مسست بيدي شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب لا أدري أهي التي قبلها أم لا ومنهن ميمون بنت سعد ومنهن ميمون بنت أبي عسيبة أو عنبسة قاله أبو عمر ابن مندة قال أبو نعيم وهو تصحيف وصواب ميمون بنت أبي عسيب أو عسيب وقيل بنت أبي عنبسة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن أم ضميرة زوج أبي ضميرة قد تقدم الكلام عليهم رضي الله عنهم الهامش سبق الكلام عليهم في مواليه صلى الله عليه وسلم من هذا الفصل انتهى الهامش ومنهن أم عياش بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنته تخدمها حين زوجها بعثمان بن عفان روى أبو القاسم البغوي عن أم عياش وكانت خادم النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها مع ابنته إلى عثمان قالت كنت أمغث لعثمان التمر غدوة فيشربه عشية الهامش أمغث المرث هو مرت التمر أي مرسه وتليينه حتى يصير كالحساء انتهى الهامش قالت كنت أمغث لعثمان التمر غدوة فيشربه عشية وأنبذه عشية فيشربه غدوة فسألني ذات يوم فقال تخلطين فيه شيئا فقلت أجل قال فلا تعودي ومنهن جارية حبشية روى الامام أحمد عن ثمام بن حزن قال سألت عائشة عن النبي فقالت هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلها لجارية حبشية فقالت كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء عشاء فأوكي فإذا أصبح شرب منه ورواه مسلم والنسائي هكذا ذكره أصحاب الأطراف في مسند عائشة والأليق ذكره في مسند جارية الحبشية كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهي إما أن تكون واحدة ممن قدمنا ذكرهن أو زائد عليهن والله تعالى أعلم فهؤلاء إماؤه صلى الله عليه وآله وسلم انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني خدامه صلى الله عليه وسلم من غير مواليه منهم أنس بن مالك ابن النظر الأنصاري النجاري أبو حمزة المدني نزيل البصرة خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة عشر سنين فما عتبه على شيء أبدا ولا قال لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء لم يفعله ألا فعلته وأمه أم سليم بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام هي التي أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وسألته أن يدعو له فقال اللهم أكثر ماله وولده وأطي العمرة وأدخله الجنة قال أنس فقد رأيت اثنتين وأنا أنتظر الثالثة والله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو مئة ليتعادون على نحو من مئة وفي رواية وإن كرمي وإن كرمي ليحمل في السنة مرتين وإن ولدي لصلبي مئة وستة أولاد وقد اختلف في شهوده بدرا وقد اختلف في شهوده بدرا والمشهور أنه لم يشهد بدرا لصغره ولم يشهد أحدا أيضا لذلك وشهد الحديبية وخيبر وعمرة القبا والفتح وحنينا والطائف وما بعد ذلك قال أبو هريرة ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم يعني أنس بن مالك وقال ابن سيرين وكان أحسن الناس صلاة في سفره وحضره وكانت وفاته بالبصرة وهو آخر من كان قد بقي فيها من الصحابة فيما قاله علي بن المديني وذلك في سنة تسعين وقيل إحدى وقيل اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وهو الأشهر وعليه الأكثر وأما عمره يوم مات فقد روى الإمام أحمد في مسنده حدثنا معتمر ابن سليمان عن حميد أن أنسا عمر مئة سنة غير سنة وأقل وأقل ما قيل ست وتسعون وأكثر ما قيل مئة وسبع سنين وقيل وست وقيل مئة وثلاث سنين فالله أعلم ومنهم رضي الله عنهم الأسلع بن شريك أو شريك ابن عوف الأعرجي قال محمد بن سعد كان اسمه ميمون ابن سنباذ قال الربيع بن بدر الأعرجي عن أبيه عن جده عن الأسلع قال الهامش ولحديث الأسلع رضي الله عنه أصل في الصحيحين من حديث عمران بن حسير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكني أصابتني جنابا ولا ما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك انتهى الهامش قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرحل معه فقال ذات ليلة يا أسلع قم فارحل قال أصابتني جنابة يا رسول الله قال فسكت ساعة وأتاه جبريل بآية الصعيد فقال قم يا أسلع فتيمم قال فتيممت وصليت فلما انتهيت إلى الماء قال يا أسلع فقم فاغتسل قال فأراني فأراني التيمم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما فمسح بهما ذرعي باليمنى على اليسرى وباليسرى على اليمنى ظاهرهما وباطنهما قال الجميع وأراني أبي كما أراه أبوه كما أراه الأسلع كما أراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع فحدثت بهذا الحديث عوف بن أبي جميل فقال هكذا والله رأيت الحسن يصنع رواه ابن منده والبغوي في كتابيهما معجم الصحابة من حديث الربيع بن بدر هذا قال البغوي ولا أعلمه ولا أعلمه روى غيره قال ابن عساكر وقد روى يعني هذا الحديث الهيثم بن زريق الهيثم ابن رزيق المالكي المدلجي عن أبيه عن الأسلع ابن شريك ومنهم رضي الله عنهم أسماء بنت حارثة ابن سعد الأسلمي ومنهم رضي الله عنهم أسماء ابن حارثة ابن سعد الأسلمي وكان من أهل الصفة قاله محمد بن سعد وهو أخو هند ابن حارثة وكان يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم وروا الإمام أحمد عن يحيى ابن حارثة وكان هند من أصحاب الحديبية وكان أخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بالصيام يوم عاشراء وهو أسماء ابن حارثة فحدثني يحيى ابن هند عن أسماء ابن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال مر قومك بصيام هذا اليوم قال أرأيت إن وجدتهم قد طعموا قال فليتم آخر يومهم وقال محمد بن سعد عن الواقبي أنبأنا محمد بن نعيم أو نعيم ابن عبد الله المجمر عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما كنت أظل أن هندن أسماء ابني حارثة إلا من ملوكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الواقبي كان يخدمانه لا يبرحان بابه هما وألس بن مالك قال محمد بن سعد وقد توفي أسماء ابن حارثة في سنة ست وستين بالبصرة عن ثمانين سنة ومنهم بكير ابن الشداخ أو الشداخ الليثي وذكر ابن مندى من طريق أبي بكر الهذري عن عبد الملك بن يعلى الليثي أن بكير أو بكير ابن شداخ الليثي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاحتلم فأعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني كنت أدخل على أهلك وقد احتلمت الآن يا رسول الله فقال اللهم صدق قوله ولقه الظفر فلما كان في زمان عمر قتل رجل من اليهود فقام عمر خطيبا فقال انشد الله رجلا عنده من ذلك علم فقال بكير فقال انا قتلته يا امير المؤمنين فقال عمر بؤت بدمه فاين المخرج فقال يا امير المؤمنين ان رجلا من الغزاة استخلفني على اهله فجئت فاذا هذا اليهودي عند امرأته وهو يقول واشعث غره الاسلام مني خلوت بعرسه ليلة تمام ابيت على ترائبها ويمسي على جرد الاعنة والحزام كأن مجامع الربلات منها فئام ينهضون الى فئام الهامش الربلات بالفتح جمع ربلة بسكون الموحدة وهي باطن الفخذ او ما حول الدرع والحياء والفئام الجماعة انتهى الهامش قال فصدق عمر قوله وابطل دم اليهودي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكير او بكير بما تقدم ومنهم رضي الله عنهم بلال بن رباح الحبشي ولد بمكة وكان مولى لامية ابن خلف فاشتراه ابو بكر منه بمال جزيل لان امية كان يعذبه عذابا شديدا ليرتد عن الاسلام فيأبى الا الاسلام رضي الله عنه فلما اشتراه ابو بكر اعتقه ابتغاء وجه الله وهاجر حين هاجر الناس وشهد بدرا واحدا وما بعدهما من المشاهد رضي الله عنه وكان يعرف ببلال ابن حمامة وهي امه وكان من افصح الناس لا كما يعتقده بعض الناس ان سينه كانت شينة حتى ان بعض الناس يروي حديث في ذلك لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان سين بلال شين وهو احد المؤذنين الاربعة الهامش قوله احد مؤذنيه الاربعة كان للنبي صلى الله عليه وسلم اربعة مؤذنين اثنان منهم في المدينة هما بلال ابن ابي رباح الحبشي وعبدالله ابن ام مكتوم الاعمى وواحد في مكة هو ابو محذورة واختلف في اسمه وقد وله النبي صلى الله عليه وسلم الاذان يوم الفتح والمؤذن الرابع هو سعد القرض بفتح القاف والراء سعد القرض بفتح القاف والراء اخره ضاء معجمة وقد اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرات بقباء انتهى الهامش وهو احد المؤذنين الاربعة وهو اول من اذن كما قدمنا الهامش سبق هذا في مشروعية الاذان في الفصل الثالث من هذا القسم انتهى الهامش وهو اول من اذن كما قدمنا وكان يدي امر النفق على العيال ومعه حاصل ما يكون من المال ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من خرج الى الشام للغزو ويقال انه اقام يؤذن لابي بكر ايام خلافته والاول اصح واشهر قال الواقدي مات بدمشق سنة عشرين وله بضع وستون سنة قال الفلاس قبره بدمشق ويقال بداريا وقيل انه مات بحلب والصحيح ان الذي مات بحلب اخوه خالد قال مكحول حدثني من رأى بلالا قال كان شديد الادمة نحيفا اجنأ له شعر كثير وكان لا يغير شيبه رضي الله عنه الهامش اجنأ يقال جان وجني اذا اشرف كاهله على صدره فهو اجنأ بالهمز اوله اوله واخرة انتهى الهامش ومنهم رضي الله عنهم حبة وسواء ابن خالد رضي الله عنهما روى الامام احمد عن سلام ابن شرحبيل عن حبة وسواء ابن خالد قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فاعناه فقال لا ينسأ من الرزق لا ينسأ من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما فان الانسان تلده امه احيمر ليس عليه قشرة ثم يزقه الله عز وجل ومنهم رضي الله عنهم ذو مخمر ويقال ذو محبر وهو ابن اخي النجاشي ملك الحبشة ويقال ابن اخته والصحيح الاول كان بعثه ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه روى الامام احمد عن يزيد ابن صليح عن ذي مخمر وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا معه في سفر فاسرع السير حتى انصرف وكان يفعل ذلك لقلة الزاد فقال له قائل يا رسول الله قد انقطع الناس قال فجلس وحبس الناس معه حتى تكامل اليه فقال لهم هل لكم انهجع هجعة او قال له قائل فنزل ونزلوا من يكلأ الليل فقلت انا جعلني الله فداك فاعطاني خطام ناقته فقال هاكي لا تكون لكعا الهامش لكعا بضم اللام وفتح الكاف ومعناه هنا قليل الدراية بالحراسة انتهى الهامش قال فاخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطام ناقتي فاتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما ترعيان فاني كذلك انظر اليهما اذ اخذني النوم فلم اشعر بشيء حتى وجدت حر الشمس على وجهي فاستيقظه فنظرت يمينا وشمال فاذا انا بالرحلتين مني غير بعيد فاخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخطام ناقتي فاتيت اذن القوم فايقظته فقلت اصليت قال لا فايقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال هل في الميضأة ما يعني الاداوة الهامش الاداوة هي المطهرة التي يوضع فيها ماء الوضوء انتهى الهامش فقال نعم جعلني الله في ذاك فاته بوضوء فتوضى لم يلت منه التراب فامر بلالا فاذا ثم قال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل ثم امره فاقام الصلاة فصلى وهو غير عجل وهو غير عجل فقال له قائل يا رسول الله افرطنا قال لا قبض الله ارواحنا وردها الينا وقد صلينا ومنهم رضي الله عنهم ربيعة ابن كعب الاسلامي ابو فراس قال الاوزاعي الهامش وروا هذا الحديث ايضا الامام احمد في المسند من طريقه الزهري وهشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير انتهى الهامش قال الاوزاعي حدثني يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلم عن ربيعة ابن كعب قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته فكان يقوم من الليل فيقول سبحان ربي وبحمده الهوي الهامش الهوي بفتح الها وكسر الوا اخره يا مشدده والحين الطويل من الزمان وقيل هو مختص بالليل كذا في النهاية لابن الاثير انتهى الهامش فيقول سبحان ربي وبحمده الهوي سبحان رب العالمين الهوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة قلت يا رسول الله مرافقتك في الجنة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وروا الامام احمد عن ربيعة ابن كعب قال كنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاري اجمع حتى يصلي عشاء الاخرة اجلس ببابه اذا دخل بيته اقول لعلها ان تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فما ازال اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله وبحمده حتى امل فارجع او تغلبني عيني فارقد فقال لي يوما يرى من حقي له وخدمتي اياه يا ربيعة ابن كعب سلني اعطيك سلني اعطيك فقال قلت انظر في امر يا رسول الله ثم اعلم كذلك قال ففكرت في نفسي فعرفت ان الدنيا منقطعة وزائلة وان لي فيها رزق سيكفيني ويأتيني قال فقلت اسأل رسول الله لاخرتي فانه من الله بالمنزل الذي هو به قال فجئته فقال ما فعلت يا ربيعة قال فقلت نعم يا رسول ان تشفع لي الى ربك فيعتقني من النار قال فقال من امرك بهذا يا ربيعة قال فقلت لا والذي بعثك بالحق ما امرني به احد ولكنك لما قلت سني اعطك وكنت من الله بالمنزل الذي انت به نظرت في امري فعرفت ان الدنيا منقطعة وزائلة وان لي فيها رزق سيأتيني فقلت اسأل رسول الله لاخرتي قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي اني فاعل فاعني على نفسك بكثرة السجود ومنهم رضي الله عنهم سعد مولى ابي بكر رضي الله عنه ويقال مولى النبي صلى الله عليه وسلم روى ابو داود الطيالسي عن سعد مولى ابي بكر صديق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وكان سعد مملوكا لأبي بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه خدمته أعتق سعدا فقال يا رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه خدمته أعتق سعدا فقال يا رسول الله ما لنا خادم هاهنا غيره فقال أعتق سعدا أتتك الرجال أتتك الرجال وهكذا رواه أحمد عن أبي داود الطيالسي وروا أبو داود الطيالسي عن سعد قال قربت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قربت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فجعلوا يقرنون فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران ورواه ابن ماجة ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن رواحة دخل يوم عمرة القضاء مكة وهو يقود بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله وقد قتل عبد الله بن رواحة بعد هذا بأشهر في يوم مؤتى ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي أحد أئمة الصحابة هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها كان يلي حملة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ويلي طهوره ويرحل دابته إذا أراد الركوب وكانت له اليد الطولة في تفسير كلام الله وله العلم الجم والفضل والحلم وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد جعلوا يعجبون من دقة ساقيه فقال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد الهامش الحديث رواه الإمام أحمد بنحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انتهى الهامش وقال عمر بن الخطاب ابن مسعود هو كنيف ملئ علما الهامش كنيف بضم الكاف مصغرة هو وعاء أداة الراعي لقبه به عمر بن الخطاب تشبيها له لمحواه من العلم انتهى الهامش وذكروا أنه نحيف الخلق حسن الخلق يقال إنه كان إذا مشى يسامت الجلوس وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته يعني أنه يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وكلامه ويتشبه بما استطاع من عبادته توفي رضي الله عنه في أيام عثمان سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين بالمدينة عن ثلاث وستين سنة وقيل إنه توفي بالكوفة والأول أصح ومنهم رضي الله عنهم عقبة ابن عامر الجهني روى الإمام أحمد عن عقبة ابن عامر قال بينما أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب الهامش نقب بفتح النون وتضم هو الطريق في الجبل انتهى الهامش قال بينما أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي يا عقبة ألا تركب قال فأشفقت أن تكون معصية قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيها ثم ركب ثم قال يا عقب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهم الناس قلت بلى يا رسول الله فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ثم مر بي فقال اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت ورواه أبو داود والنسائين ومنهم رضي الله عنهم قيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري الخزرجي روى البخاري عن أنس قال كان قيس بن سعد ابن عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحبي الشرط من الأمير وقد كان قيس هذا رضي الله عنه من أطول الرجال وكان كوسجا الهامش كوسجا الكوسج الناقص الأسنان هو الناقص الأسنان انتهى الهامش ويقال إن سراويله كان يضعه على أنفه من يكون من أطول الرجال فتصل رجلاه إلى الأرض فتصل رجلاه الأرض وقد بعث سراويله معاوية إلى ملك الروم يقول له هل عندكم رجل يجيء هذه السراويل على طوله فتعجب صاحب الروم من ذلك وذكروا أنه كان كريما ممدحا ذا رأي ودهاء وكان مع علي بن أبي طالب أيام صفين وقال مسعر عن معبد بن خالد كان قيس بن سعد لا يزال رافعا أسبوعه المسبح يدعو رضي الله عنه وأرضاه وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغيرهما توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس عن أنس قال كان عشرون شابا من الأنصار يلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوائجه فإذا أراد أمرا بعثهم فيه ومنهم رضي الله عنهم المغيرة بن شعبة الثقافي رضي الله عنه كان بمنزلة السلحدار الهامش السلحدار أو السلحدار هي كلمة دخيلة على العربية وهو الذي يحمل السلاح في المواكب السلطانية في عصر المماليك ذكره القلق شندي في صبح الأعشى انتهى كان بمنزلة السلحدار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رافعا السيف في يده وهو واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة يوم الحديبية فجعل كل ما أهوى عمه عروة ابن مسعود الثقافي حين قدم في الرسيلة أو الرسيلة إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جرت به عادة العرب في مخاطبتها يقرع يده بقائمة السيف ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك الحديث كما سيأتي الهامش سيأتي هذا في المغاز النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامش قال محمد بن سعد وغيره شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووله مع أبي سفيان الإمرة حين ذهب فخرب طاغوت أهل الطائف وهو المدعوة وهي المدعوة بالرب وهي ألات وكانت وكان داهية من دهات العرب قال الشعبي سمعته يقول ما غلبني أحد قط وقال الشعبي سمعت قبيصة ابن جابر يقول صحبت المغيرة ابن شعبة فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها وقال الشعبي القضاة أربعة أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو موسى والدهات أربعة معاوية وعمر بن العاص والمغيرة وزياد وقال الزهري الدهات خمسة معاوية وعمر والمغيرة واثنان مع علي وهما قيس بن سعد ابن عبادة وعبد الله ابن بديل ابن ورقاء وقال الإمام مالك كان المغيرة ابن الشعب رجلا نكاحا للنساء وكان يقول صاحب الواحدة إن حاضت حاض معها وإن مرضت مرض معها وصاحب الثنتين بين نارين يشتعلان قال فكان ينكح أربعا ويطلقهن جميعا وقد اختلف في وفاته على أقوال أشهرها وأصحها وهو الذي حكى عليه الخطيب البقدادي الإجماع أنه توفي سنة خمسين ومنهم رضي الله عنهم المقداد بن الأسود أبو معبد الكندي حليف بني زهرة روى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال قدمت المدينة أنا وصاحبان فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أن أعنز فقال أحلبهن يا مقداد وجزهن وجزئهن أربعة أجزاء وأعطي كل إنسان جزءا فكنت أفعل ذلك فرفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاحتبس واتجعت على فراش فقالت لنفسي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أهل بيت بيت من الأنصار فلو قمت فشربت هذه الشربة فلم تزل بي حتى قمت فشربت جزء فلما دخل في بطني ومعائي أخذني ما قدم وما حدث فقلت يجيء الآن النبي صلى الله عليه وسلم جائعا ضمآن فلا يرى في القدح شيئا فسجيت ثوبا على وجهي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليبة تسمع اليقضان ولا توقظ النائم فكشف عنه فلم يرى شيئا فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم أسق من سقاني وأطعم من أطعمني فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت إلى الأعنز فجعلت أجسهن أيهن أسمن لأذبحها فوقعت يدي على ضرع إحداهن فإذا هي حافل ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل فنظرت فإذا هن كلهن حفل فحلبت في الإناء فأتيت به فقلت اشرب فقال ما الخبر يا مقداد فقلت اشرب ثم الخبر فقال بعض سوآتك يا مقداد فشرب ثم قال اشرب فقلت اشرب يا نبي الله فشرب حتى تضلع ثم أخذته فشربته ثم أخبرته الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيه الهامش هيه بهاء بين مكسرتين هي كلمة استزادة أي زدني من خبرك انتهى الهامش فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيه فقلت كان كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بركة منزلة من السماء أفلا أخبرتني حتى أسقي صاحبيك فقلت إذا شربت البركة أنا وأنت فلا أبالي من أخطأت أو من أخطأت وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن المقداد فذكر ما تقدم وفيه أنه حلب في الإناء الذي كانوا لا يطيقون أن يحلبوا فيه فحلب حتى علته الرغوة ولما جاء به قال له رسول الله أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد فقلت اشرب يا رسول الله فقلت اشرب يا رسول الله فشرب ثم ناولني فقلت اشرب يا رسول الله فشرب ثم ناولني فأخذت ما بقي ثم شربت فلما 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 عرفت فلما عرفت أن رسول الله قد روي فأصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى سوآتك يا مقداد فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا صنعت كذا فقال ما كانت هذه إلا رحمة الله ألا كنت آذنتني نوقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها قال قلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصابتها ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي ومنهم رضي الله عنهم مهاجر مولى أم سلم روى الطباري عن مهاجر مولى أم سلم قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين فلم يقل لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وفي رواية خدمته عشر سنين أو خمس سنين ومنهم رضي الله عنهم أبو السمح روى أبو العباس محمد بن إسحاق الثقافي عن أبو السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا أراد أن يغتسل قال ناولني إدواتي الهامش الإداوة هي المطهرة التي يوضع فيها ماء الوضوء انتهى الهامش قال فأناوله وأستتره فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت لأغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ومنهم رضي الله عنهم أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه تولى خدمته بنفسه في سفرة الهجرة لاسيما في الغار وبعد خروجهم منه حتى وصلوا إلى المدينة كما تقدم ذلك مبسوطا ولله الحمد والمن الهامش تقدم ذلك في هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الفصل الثالث في هذا القسم انتهى انتهى الهامش كتاب الوحي وغيره بين يديه صلى الله عليه وسلم فمنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وسيأتي ترجمة كل واحد منهم في أيام خلافته إن شاء الله تعالى الهامش سيأتي هذا في تاريخ الخلاف الراشدة في الجزء الرابع من هذا الكتاب كما سيذكر ابن كثير هنا كلا منهم على حدة انتهى الهامش ومنهم رضي الله عنهم أبان ابن سعيد ابن العاص ابن أمية الأموي أسلم بعد أخويه خالد وعمر وكان إسلامه بعد الحديبية لأنه هو الذي أجار عثمان حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يوم الحديبية وقيل خيبر لأنه لأن له ذكرا في الصحيح من حديث أبي هريرة في قسمة غنائم خيبر وكان سبب إسلامه أنه اجتمع براهب وهو في تجارة بالشام فذكر له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الراهب ما اسمه قال محمد قال فأنا أنعته لك فوصفه بصفته سواء وقال إذا رجعت إلى أهلك فقرئه السلام فأسلم بعد مرجعه فأسلم بعد مرجعه وهو أخ عمر بن سعيد الأشدق الذي قتله عبد الملك الذي قتله عبد الملك ابن مروان قال أبو بكر ابن أبي شيبة كان أول من كتب الوحي بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فإذا لم يحضر كتب زيد بن ثابت وكتب له عثمان وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد وهكذا قال يعني بالمدينة وإلا فالسور المكية لم يكن أبي بن كعب حال نزورها وقد كتبها الصحابة بمكة رضي الله عنهم وقد اختلف في وفاة أبان بن سعيد هذا فقال موسى بن عقبة ومصعب بن الزبير والزبير بن بكار وأكثر أهل النسب قتل يوم الأجنادين يعني في جماد الأولى سنة 12 وقال آخرون قتل يوم مرج الصفر قتل يوم مرج الصفر سنة 14 وقال محمد بن إسحاد قتل هو وأخوه عمر يوم اليرموك لخمس مضين من رجب سنة 15 وقيل إنه تأخر إلى أيام عثمان وكان يملي المصحف الإمام علي بن الإمام على زيد بن ثابت وكان يملي المصحف الإمام على زيد بن ثابت ثم توفي سنة 29 فالله أعلم ومنهم أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزراجي الأنصري أبو المنذر ويقال أبو الطفيل سيد القراء شهد العقبة الثانية وبدرا وما بعدها وكان ربعة نحيفا أبيض الرأس واللحية لا يغير شيبة وفي الصحيحين وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال جمع القرآن أربعة يعني من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يقال له أبو زيد وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال وسماني لك يا رسول الله قال نعم قال فذرفت عيناه ومعنى أن اقرأ عليك أي قراءة إبلاغ وإسماع لا قراءة تعلم منه هذا لا يفهمه أحد من أهل العلم وإنما نبهنا على هذا لألا يعتقد لألا يعتقد خلافه وقال ابن أبي خيثمة هو أول من كتب الوحي بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في وفاته فقيل في سنة تسع عشر وقيل سنة عشرين وقيل ثلاث وعشرين وقيل قبل مقتل عثمان بجمعة فالله أعلم ومنهم رضي الله عنهم أرقم ابن أبي الأرقم واسمه عبد مناف ابن أسد ابن جندب ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي أسلم قديما وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا في داره عند الصفا وتعرف تلك الدار بعد ذلك بالخيزران وهاجر وشهد بدرا وما بعدها وقد آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله ابن أنيس وهو الذي كتب أقطاع عظيم ابن الحارث المحاربي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفخ وغيره الهامش بفخ بالخاء المعجمة هو موضع بمكة انتهى الهامش وذلك فيما روه الحافظ ابن عساكر وقد توفي في سنة ثلاث وقيل خمس وخمسين وله خمس وثمانون سنة وقد روى الإمام أحمد له حديثين ومنهم رضي الله عنهم ثابت ابن قيس ابن شماس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد المدني خطيب الأنصار ويقال له خطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن سعد أنباء نا علي بن محمد المديني بأسانيده عن شيوخه في وفود العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قدم عبد الله بن عبس اليماني ومسلمة ابن هاران الحدائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفط من قومهما بعد فتح مكة فأسلموا وبايعوا على قومهم وكتب لهم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم كتبه ثابت بن قيس بن شماس وشهد فيه سعد بن معاذ ومحمد بن مسلم رضي الله عنهم وهذا الرجل ممن ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وروى الترمذيع في جامعه بإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن عمر بن الجموح وقد قتل رضي الله عنه شهيدا يوم اليمامة سنة اثنتين عشرة في أيام أبي بكر الصديق الهامش وستأتي قصة وستأتي قصته في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع بعونه تعالى انتهى الهامش ومنهم رضي الله عنهم حنضلة ابن الربيع ابن صيفي ابن رباح التميمي الأسيدي الكاتب الهامش الأسيدي بضم الهمزة وكسر الياء مشددة نسبة إلى أسيد بن عمر بالتشديد اجماعا انتهى الهامش وأخوه رباح صاحب صحابي أيضا وعمه أكثم ابن صيفي كان حكيم العرب قال الواقدي كتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا وقال غيره بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف في الصلح وشهد مع خالد حروبه بالعراق وغيرها وقد أدرك أيام علي وتخلف عن القتال معه في الجمل وغيره ثم انتقل عن الكوفة لما لما شتم بها عثمان ومات بعد أيام علي وقال أحمد ابن عبد الله ابن الرقي كان معتزلا للفتنة حتى مات بعد علي جاء عنه حديثان قلت بل ثلاثة قوله قلت بل ثلاثة هكذا قال ابن كثير هنا ثم يعود آخر الكلام لصحح قول ابن الرقي كما سترى انتهى الهامش انتهى الشريط السابع عشر وننتقل إلى الشريط الثامن عشر الشريط الثامن عشر الوجه الأول الحديث الأول روى الإمام أحمد عن قتاد عن حنظلة الكاتب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على صلوات الخمس بركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال وجبت له تفرد به أحمد وهو منقطع بين قتاد وحنظلة والله أعلم والحديث الثاني رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة من حديث سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة لو تدومون لو تدومون كما تكونون عندي لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن ساعة ساعة والحديث الثالث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث السفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع ابن صيفي عن ابن حنظلة عن جده في النهي عن قتل النساء في الحرب لكن رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق قوله في الهامش ونص الحديث كما ونص الحديث كما في المسند عن حنظلة الكاتب قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة وقد اجتمى عليها الناس قال فأفرجوا له فقال وما كانت هذه تقاتل ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله يأمرك أن لا تقتل ذرية ولا عسيفا والعسف أو العسيف العبد المستهان به انتهى انتهى الهامش في النهي عن قتل النساء في الحرب لكن رواه الامام احمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرته عن ابي الزناد عن مرقع ابن صيفي ابن رباح ابن ربيع عن جده رباح ابن ربيع اخي حنظل الكاتب فذكره وكذلك رواه احمد ايضا عن حسين ابن محمد وابراهيم ابن ابي العباس كلاهم عن ابن ابي الزناد عن ابي الزناد عن المرقع ابن صيفي ابن رباح اخي حنظلة الكاتب الهامش هذا السند كما هو في مسند الامام احمد وكان في المطبوعة مشوشا وناقصا انتهى الهامش ورواه احمد ايضا عن سعيد ابن بنصور وابي عامر العقدي كلاهما عن المغير ابن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن مرقع عن جده رباح ومن طريق المغير رواه النسائي وابن ماجة كذلك وروا ابو داود والنسائي من حديث عمر ابن المرقع عن ابيه عن جده رباح فذكره فالحديث عن رباح لا عن حنظلة ولذا قال ابو بكر ابن شيبة كان سفيان الثوري يخطئ في هذا الحديث قلت وصح قول ابن الرقي انه لم يروي سوى حديثين والله اعلم ومنهم رضي الله عنهم خالد ابن سعيد ابن العاص ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابو سعيد الاموي اسلم قديما يقال بعد الصديق بثلاثة او اربعة بثلاثة او اربعة واكثر ما قيل خمسة وذكروا ان سبب اسلامه الهامش سبق بيان سبب اسلامه مفصلا في اسلام نفر من الصحابة في العهد المكي في الفصل الثاني من هذا القسم انتهى الهامش وذكروا ان سبب اسلامه انه رأى في النوم كأنه واقف على شفير جهنم فذكر من سعتها ما الله به عليم قال وكأن اباه يدفعه فيها وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده ليمنعه من الوقوع فقص هذه الرؤية على ابي بكر الصديق فقال له لقد اريد بك خير هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع تنجو مما خفته فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم فلما بلغ اباه اسلامه غضب عليه وضربه بعصات في يده حتى كسرها على رأسه واخرجه من منزله ومنعه القوت ونهى بقية اخوته ان يكلموه فلزم خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا ثم اسلم اخوه عمر فلما هاجر الناس الى ارض الحبش هاجر معهم ثم هاجر من ارض الحبش صحبة جعفر فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها فاسهم لهما عن مشورة المسلمين وجاء اخوهما ابان ابن سعيد فشهد فتح خيبر ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليهم الاعمال فلما كانت خلافة الصديق خرجوا الى الشام للغزو فقتل خالد باجنادين ويقال بمرجي الصفر والله اعلم وقال محمد بن سعد عن الواقدي حدثني جعفر بن محمد بن خالد عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان قال قال اقام اقام خالد بن سعيد بعد ان قدم من ارض الحبش بالمدينة وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كتب كتاب اهل الطائف لوفد ثقيف وسعى في الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم رضي الله عنهم خالد بن الوليد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابو سليمان ساكر المحمدية والمواقف المشهودة والايام المحمودة ذو الرأي السديد والبأس الشديد والطريق للحميد ابو سليمان خالد بن الوليد ويقال انه لم يكن في جيش فكسر لا في جاهلية ولا اسلام قال الزبير ابن بكار كانت اليه في قريش القبة وعنة الخيل اسلم هو وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة ابن ابي طلحة بعد الحديبية وقيل خيبر ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه اميرا ثم كان المقدم على العساكر كلها في ايام الصديق فلما ولي عمر بن الخطاب عزله وولى ابو وولى ابا عبيدة امين الامة على ان لا يخرج عن رأي ابي سليمان ثم مات خالد في ايام عمر وذلك في سنة احدى وعشرين وقيل اثنتين وعشرين والاول اصح بقرية على ميل من حمص قال الواقدي سألت عنها فقيل لي دثرت وقيل دحيم مات بالمدينة والاول اصح وقد روى احاديث كثير يطل ذكرها قال عتيق بن يعقوب حدثني عبد الملك ابن ابي بكر عن ابيه عن جده عن عمر بن حزم ان هذه قطائع اقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المؤمنين ان صيدوح لا يعضد صيده ولا يقتل الهامش صيدوح قرية شرقي المدينة وقوله لا يعضد صيده اي لا يعقر انتهى الهامش ان صيدوح لا يعضد صيده ولا يقتل فمن وجد يفعل من ذلك شيئا فانه يجلد وينزع ثيابه وان تعدى ذلك احد فانه يؤخذ فيبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا من محمد النبي وكتب خالد بن الوليد بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتعداه احد فيظلم نفسه فيما امره به محمد ومنهم رضي الله عنهم الزبير بن العوام ابن خويلد ابو عبدالله الاسدي احد العشرة الهامش الصحابة العشر المبشرون بالجنة هم ابو بكر بن الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وابو عبيد بن جراح وطلحة ابن عبيد الله انتهى الهامش احد احد العشرة واحد ستة اصحاب الهامش اصحاب الشورة هم الذين جعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب امر الخلافة فيهم ليبايع احدهم وهم عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم كما سيأتي مفصلا في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع انتهى الهامش واحد ستة اصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وزوج اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه روى عتيق بن يعقوب عن عمر بن حزم ان الزبير بن العوام هو الذي كتب لبني معاوية بن جرول الكتاب الذي امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتبه لهم اسلم الزبير قديما رضي الله عنه وهو ابن ستة عشرة سنة ويقال ابن ثمان سنين وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وهو اول من سل سيفا في سبيل الله وقد شهد اليرموك وكان افضل من شهدها واخترق يومئذ صفوف الروم من اولهم الى اخرهم مرتين ويخرج من الجانب الاخر سالما لكن جرح في قفاه بضربتين رضي الله عنه وقد جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ابوي الهامش وقد جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ابوي اي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد يومها ارمي فداك ابي وامي رواه البخاري ومسلم احمد والترمذي وابن ماجة انتهى الهامش وقد جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ابويه وقال ان لكل نبي حواريا وحواريا الزبير الهامش رواه البخاري والترمذي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما والترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه انتهى الهامش وله فضائل ومناقب كثيرة وكانت وفاته يوم الجمل وذلك انه كر راجعا عن القتال فلحقه عمرو ابن جرموز وفضالة ابن حابس ورجل ثالث يقال له نفيع التميميون بمكان يقال له وادي السباع فبدر اليه عمرو ابن جرموز وهو نائم فقتله وذلك في يوم الخميس لعشر خلون من جماد الاولى سنة ست وثلاثين وله من العمر يومئذ سبع وستون سنة وقد خلف رضي الله عنه بعده تركة عظيمة فاوصى من ذلك بالثلث بعد اخراج الفيء بعد اخراج الفيء الف ومئتي الف دينا فلما فلما قضى قضي يدينه واخرج ثلث ماله قسم الباقي على ورثته فنال كل امرأة فنال كل امرأة من نسائه وكن اربعا الف الف ومئة الف فمجموع ما ذكرناه مما تركه رضي الله عنه تسعة وخمسون الف الف وثمان وثمانمائة الف وهذا كلهم من وجوه من وجوه حل نالها في حياته مما كان يصيبه من الفيء والمغانم ووجوه متاجر الحلال وذلك كله بعد اخراج الزكاة في اوقاتها والصلات البارعة الكثيرة لاربابها في اوقات حاجاتها رضي الله عنه وارباه وجعل جنات الفردوس مثواه وقد فعل فانه قد شهد له سيد الاولين والاخرين ورسول رب العالمين بالجنة ولله الحمد والمنة وقال فيه حسان بن ثابت يمدحه ويفضله بذلك اقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفضل يعدل اقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق اعدل هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول اذا ما كان يوم محجل وان امرأة كانت صفية امه ومن ومن اسد في بيته لمرسل وان امرأة كانت صفية امه ومن اسد في بيته لمرسل له من رسول الله قربا قريبة ومن نصرة الاسلام مجد مؤثل فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي ويجزل اذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بابيض سياف الى الموت يرفل فما مثله فيهم ولا كان قبله وليس يكون الدهر ما دام يذبل وقد تقدم انه قتله عمرو بن جرموز التميمي بوادي السباع وهو نائم ويقال بل قام من اثار النوم وهو دهش فركب وبارزه بن جرموز فلما صمم عليه الزبير انجده صاحبه فضالة والنفيع فقتلوه واخذ عمرو بن جرموز رأسه وسيفه فلما دخل بهم على علي قال علي رضي الله عنه لما رأى سيف الزبير ان هذا السيف طال ما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علي فيما قال بشر قاتل ابن صفية بالنار فيقال ان عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه والصحيح انه عمر بعد علي حتى كانت ايام ابن الزبير فاستناب اخاه مصعبا على العراق فاختفى عمرو بن جرموز خوفا من سطوته ان يقتله بابيه فقال مصعب ابلغوه انه امن ايحسب اني اقتله بابي عبدالله كلا والله ليس سواء وهذا من حلم مصعب وعقله ورياسته وقد روى الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة يطل ذكرها ولما قتل الزبير بن العوام بوادي السباع كما تقدم قالت امرأته عاتكة بنت زيد بن عمر ابن نفيل ترثيه رضي الله عنها وعنه غدر ابن جرموز غدر ابن جرموز بفارس بفارس بهمة بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي يا عمر لو نبهته لو وجدته لا طائشا رعش الجنال ولا اليد كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طراد يبن فقع يبن فقع القرقدي كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طراد يبن فقع الغرددي ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله في من مضى في من يروح ويغتدي والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المعتمد حلت حلت عليك عقوبة المتعمدي أو المتعمدي ومنهم رضي الله عنهم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري وأبو سعيد ويقال أبو خارجة ويقال أبو عبد الرحمن المدني قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابنه إحدى عشرة سنة فلهذا لم يشهد بدرا لصغره قيل ولا أحد وأول مشاهده الخندق ثم شهد ما بعدها وكان حافظا لبيبا عالما عاقلا ثبت عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود الهامش كتاب يهود أي قراءة كتبهم ومعرفة لغتهم انتهى الهامش ثبت عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود ليقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا إليه فتعلمه في خمسة عشر يوما وقد روى الإمام أحمد عن خارجة ابن زيد أن أباه زيدا أخبره أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد ذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب بي فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي قال زيد فتعلمت لهم كتابهم ما مرت خمس عشرة ليلة حتى حذقته وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب وقد علقه البخاري في الأحكام عن خارجة ابن زيد ابن ثابت بصيغة الجزم فقال وقال خارجة ابن زيد فذكره ورواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح وهذا ذكاء مفرط جدا وقد كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراء كما ثبت في الصحيحين عن أنس وروا أحمد والنسعي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة بن الجراح ومن الحفاظ من يجعله مرسلة إلا ما يتعلق بأبي عبيدة ففي صحيح البخاري من هذا الوجه وقد كتب الوحي بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن ومن أوضح ذلك ما ثبت في الصحيح عنه أنه قال لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية الخامسة والتسعون من سورة النساء دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابن أم مكتوب فجعل يشكو ضرارته فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت فخذه على فخذي فخذي حتى كادت تردها فنزل غير أولي الضرر فأمرني فألحقتها فقال زيد فإني لأعرف موضع ملحقها عند صدع عند صدع في ذلك اللوح يعني من عظام يعني من عظام الحديث وقد شهد زيد اليمامة وعصابه سهم فلم يضره وهو الذي أمره الصديق بعد هذا بأن يتتبع القرآن فيجمعه وقال له إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه ففعل ما أمره به الصديق فكان في ذلك خير كثير ولله الحمد والمنة وقد استنابه عمر مرتين في حجتين على المدينة واستنابه لما خرج إلى الشام وكذلك كان عثمان يستنيبه على المدينة أيضا وكان علي يحبه وكان يعظم عليا ويعرف له قدره ولم يشهد معه شيئا من حروبه وتأخر بعده حتى توفي سنة خمس واربعين وقيل سنة احدى وقيل خمس وخمسين وهو ممن كان يكتب المصاحف الآئمة التي نفذ بها عثمان ابن عفان إلى سائر الآفاق والتي وقع على التلاوة طبق رسمها والتي وقع على التلاوة طبق رسمها الإجماع والاتفاق ومنهم عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري أخبرني عبد الملك ابن مالك المدلجي أو المدلجي وهو ابن أخي سراق ابن مالك أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول فذكر خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه فقلت له إن قومك جعلوا فيك الدية وأخبرتهم من أخبار سفرهم وما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزؤوني منه شيئا ولم يسألوني إلا أن أخفي عنا إلا أن أخفي عنا فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به فأمر عامر ابن فهيرة فكتب في رقعة من أدم ثم مضى قلت وقد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة الهامش في الفصل الثالث من هذا القسم انتهى الهامش وقد روي أن أبا بكر هو الذي كتب لسراق هذا الكتاب فالله أعلم وقد كان وقد كان عامر ابن فهيرة ويكون أبا عمر من مولدي الأزد أسود اللون وكان أولا مولى للطفيل ابن الحارث أخي عائشة لأمها أم رومان فأسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أب الأرقم التي عند الصفة مستخفية فكان عامر يعذب مع جملة المستضعفين بمكة ليرتجع عن دينه فيأبى فاشتراه أبو بكر الصديق فاعتقه فكان يرعى له غنما بظاهر مكة ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر كان معهما رديفا لأبي بكر ومعهم الدليل الدلي فقط كما تقدم الهامش أي في الهجرة من مكة إلى المدينة في الفصل الثالث من هذا القسم انتهى الهامش ومعهم الدليل الدولي فقط كما تقدم مبسوطا ولما ورد المدينة نزل عامر بن فهير على سعد بن خيثمة وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أوس بن معاذ وشهد بدرا واحدا وشهد بدرا واحدا وقتل يوم بئر معود وذلك سنة أربع من الهجرة وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة فالله أعلم ومنهم رضي الله عنهم عبد الله ابن أرقم ابن أبي الأرقم المخزومي أسلم عام الفتح وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك وكان ينفذ ما يفعله ويشكره ويستجيده وقال سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استكتب عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث وكان يجيب عنه الملوك بلغ وبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ويختم على ما يقرأه لأمانته عنده وكتب لأبي بكر وجعل إليه بيت المال وأقره عليهما عمر بن الخطاب فلما كان عثمان عزله عنهما قلت وذلك بعد ما استعفاه عبد الله بن أرقم ويقال إن عثمان عرض عليه ثلاثمائة ألف درهم عن أجرة عمالته فأبى أن يقبلها وقال إنما عملت في الله فأجري على الله عز وجل قال ابن أسحاق وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فإذا لم يحضر ابن الأرقم وزيد بن ثابت كتب من حضر من الناس وقد كتب عمر وعلي وزيد والمغيرة ابن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد ابن العاص وغيرهم من من سمي من العرب وقال الأعمش قلت لشقيق ابن سلم من كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن الأرقم وقد جاءنا كتاب عمر بالقادسية وفي أسفله وكتب عبد الله ابن الأرقم وروا البي هقيع عن عبد الله بن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب رجل فقال فقال لعبد الله ابن الأرقم أجب عني فكتب جوابه ثم قرأه عليه فقال أصبت وأحسنت اللهم وفق قال فلما ولي عمر كان يشاور وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال ما رأيت أخشى لله منه يعني في العمال أضر رضي الله عنه قبل وفاته ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي صاحب الأذان أسلم قديما فشهد عقبة السبعين وحضر بدرا وما بعدها ومن أكبر منقبه رؤيته الأذان والإقامة في النوم وعرضه ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريره عليه وقوله له إنها لرؤية حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك وقد قدمنا الحديث بذلك في موضوع الهامش تقدم ذلك في مشروعية الأذان في الفصل الثالث من هذا القسم انتهى الهامش وقد روى الواقدي بأسانيده عن ابن عباس أنه كتب كتابا لمن أسلم من جرش الهامش جرش بظلم الجيم وفتح الراء موضع باليمن انتهى الهامش انه كتب كتابا لمن أسلم من جرش فيه الأمر لهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويعطاء خمس المغنم وقد توفي رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين عن اربع وستين سنة وصل عليه عثمان بن عفا رضي الله عنه ومنهم رضي الله عنهم عبدالله بن سعد ابن ابي سرح القرشي العامري اخو عثمان لامه من الرضاعة ارضعته ام عثمان وكتب الوحي ثم ارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين بمكة فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد اهدر دمه في من اهدر من الدماء فجاء الى عثمان ابن عفان فاستأمن له فامنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حسن اسلام عبدالله بن سعد جدا روى ابو داود عن ابن عباس قال كان عبدالله بن سعد ابن ابي سرح يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فازله الشيطان فلحق بالكفار فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل فاستجار له عثمان ابن عفان فاجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه النسائي قلت وكان على ميمنة عمر بن العاص حين افتتح عمر مصر سنة عشرين في الدولة العمرية فالسناب عمر بن الخطاب عمرا عليها فلما صارت الخلافة الى عثمان عزل عنها عمر بن العاص وولى عليه عبدالله بن سعد سنة خمس وعشرين وامره بغزو بلاد افريقيا فغزاها ففتحها وحصل للجيش منها مال عظيم كان قسم الغنيم لكل فارس من الجيش ثلاثة الاف مثقال من ذهب وللراجل الف مثقال وكان معه في جيشه هذا ثلاثة من العبادلة عبدالله بن الزبير وعبدالله ابن عمر ابن عمر وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن عمر ثم غزى عبدالله ابن سعد بعد افريقيا الاساود من ارض النوبة فهادنهم فيه فهي الى اليوم وذلك سنة احدى وثلاثين ثم غزى غزوة الصواري في البحر الى الروم وهي غزوة عظيمة كما سيأتي بيانها في موضعها ان شاء الله الهامش سيأتي بيان هذه الغزوة في اخر خلافة عثمان رضي الله عنه في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع انتهى الهامش فلما اختلف الناس على عثمان خرج من مصر واستناب عليها ليذهب الى عثمان لينصره فلما قتل عثمان اقام بعسقلان وقيل بالرملة ودع الله ان يقبضه في الصلاة فصل يوما الفجر وقرأ في الاولى منها بفاتحة الكتاب والعاديات وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة ولما فرغ من التشهد سلم التسليمة الاولى ثم اراد ان يسلم الثانية فمات بينهما رضي الله عنه وذلك في سنة ست وثلاثين وقيل سنة سبع وقيل انه تأخر الى سنة تسع وخمسين والصحيح الاول قلت ولم يقع له رواية في الكتب الست ولا في المسند للامام احمد ومنهم رضي الله عنهم عبدالله ابن عثمان ابو بكر الصديق وستأتي ترجمته في ايام خلافته ان شاء الله عز وجل وبه الثقة الهامش اي في الجزء الرابع من هذا الكتاب انتهى الهامش والدليل على كتابته ما ذكره موسى موسى بن عقب عن الزهري عن عبدالرحمن ابن مالك عن ابن جعش عن ابيه عن سراقة ابن مالك في حديثه حين اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وابو بكر من الغار فمروا على ارضهم فلما غشيهم وكان من امر فرسه ما كان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب له كتاب امان فامر ابا بكر فكتب له كتابا ثم القاه اليه وقد روى الامام احمد بن طريق الزهري بهذا السند ان عامر ابن فهير كتبه فيحتمل ان ابا بكر كتب بعضه ثم امر مولاه عامرا فكتب بقية فكتب بقية والله اعلم ومنهم رضي الله عنهم عثمان بن عفان امير المؤمنين وستأتي ترجمته في ايام خلافته الامش ستأتي في الجزء الرابع من هذا الكتاب في تاريخ الخلافة الراشدة انتهى الامش وكتابته بين يديه عليه السلام مشهورة وقد روى الواقدي باسانيده ان نهشل ابن مالك الوائلي لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فكتب له كتابا فيه شرائع الاسلام ومنهم رضي الله عنهم علي بن ابي طالب امير المؤمنين وستأتي ترجمته في خلافته الامش ستأتي ايضا في الجزء الرابع من هذا الكتاب انتهى الامش الامش وقد تقدم انه لا اسلال لا اسلال ولا اغلال وعلى وضع الحرب عشر سنين وقد كتبا واسم الحضرمي عباد ويقال عبدالله بن عباد وقيل غير ذلك في نسبه وهو من حلفاء بن امية وقد تقدم بيان كتابته في ترجمة ابان بن سعيد بن العاص وكان له من الاخوة عشر غيره فمنهم عمر بن الحضرمي اول قتيل من المشركين قتله المسلمون في سرية عبدالله بن جحش ومنهم عامر بن الحضرمي الذي امره ابو جهل لعنه الله فكشف عن عورته وناداه وعمراه او وعمراه حين اصطف المسلمون والمشركون يوم بدر فهاجت الحرب وقامت على ساق وكان ما كان مما سيأتي مبسوطا في موضعه الهامش ستأتي وقايع معركة بدر الكبرى في المغازي النبوية في الجزء الثالث انتهى الهامش ومنهم شريح بن الحضرمي وكان من خيال الصحابة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل لا يتوسد القرآن يعني لا ينام ويتركه بل يقوم به اناء الليل والنهار ولهم كلهم اخت واحدة وهي الصعبة بنت الحضرمي ام طلحة ابن عبيد الله وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء ابن الحضرمي الى المنذر ابن ساوي ملك البحرين ثم ولاه عليها اميرا حين افتتحها وعقره عليها الصديق ثم عمر بن الخطاب ولم يزل بها حتى عزله عنها عمر بن الخطاب ووله البصرة فلما كان في اثناء الطريق تهفي وذلك في سنة احدى وعشرين وقد روى البيهقي عنه وغيره كرامات كثيرة منها انه سار بجيشه على وجه البحر ما يصل الى ركب خيولهم وقيل انه ما بل اسافلا نعال خيولهم وامرهم كلهم فجعلوا يقولون يا حليم يا عظيم وانه كان في جيشه فاحتاجوا الى ماء فدع الله فانطرهم قدر كفايتهم وانه لما دفن لم يرى له اثر بالكلية وكان قد سأل الله ذلك وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة احاديث الاول رواه الامام احمد عن العلاء بن الحضرمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وقد اخرجه الجماعة من حديثه والثاني رواه احمد عن ابن سيرين عن ابن العلاء بن الحضرمي ان اباه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه وكذا رواه ابو داود عن احمد بن حنبل والحديث الثالث رواه احمد وابن ما جاء من طريق محمد بن زيد عن حبان الاعرج عنه انه كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين في الحائط يعني البستان يكون بين الاخوة فيسلم احدهم فامره ان يأخذ العشرة ممن اسلم والخراج يعني ممن لم يسلم انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني الوجه الثاني ومنهم العلاء بن عقبة قال الحافظ قال الحافظ ابن عساكر كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم اجد احدا ذكره الا فيما اخبرنا ثم ذكر اسناده الا فيما اخبرنا ثم ذكر اسناده الى عتيق ابن عقوب حدثني عبد الملك ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده عن عمر ابن حزم ان هذه قطائع اقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم فذكرها وذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى النبي محمد عباس ابن مرداس السلمي اعطاه مدمورا الهامش مدمورا بالدال المهملة وهكذا في المطبوعة وفي اعلام السائلين بالدال المعجمة ولم اعثر في المعاجم والمراجع على معنى لهذه الكلمة وعلها محرفة ولم يتيسر لي ما يزيل هذا الاشكال انتهى الهامش هذا ما اعطى النبي محمد عباس ابن مرداس السلمي اعطاه مدمورا فمن حقه فيها فلا حق له وحقه حق وكتب العلاء ابن عقبة وشهد ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عوسجة ابن حرملة الجهني من ذي المروة او من ذي المروة وما بين بل كثة الى الظبية الى الجعلات الى جبل القبيلة فمن حقه فلا حق له وحقه حق وكتبه العلاء ابن عقبة وروا الواقري باسانيده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع لبني سيح من جهين وكتب كتابهم بذلك العلاء ابن عقبة وشهد وقد ذكر ابن الاثير في اسل الغابة هذا الرجل مختصرا فقال العلاء ابن عقبة كتب للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث عمر ابن حزم ذكره جعفر اخرجه ابو موسى يعني المديني في كتابه ومنهم رضي الله عنهم محمد ابن مسلم الانصاري الحارثي ابو عبد الله ويقال ابو عبد الرحمن ويقال ابو سعيد المدني حليف بني عبد الاشهل اسلم على يدي مصعب ابن عمير وقيل سعد ابن معاذ واسيد ابن حضير واخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدين بينه وبين ابي عبيد ابن الجراح وشهد بدرا والمشاهد بعدها واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدين عامة بوك قال ابن عبد البر في الاستيعاب كان شديد السمرة طويلا اصلع ذا جشة الهامش ذا جشة بضم الجيم بعدها شين معجمة اي صاحب صوت شديد غليظ وجاء في بعض النسخ جثة بالثاء وجنة بالنون وهو تحريف انتهى الهامش وكان من فضلاء الصحابة وكان ممن اعتزل الفتنة واتخذ سيفا من خشب ومات بالمدينة سنة ثلاث واربعين على المشهور عند الجمهور وصل عليه مروان بن الحكم وقد روى حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ودكت وقال وذكر عمر وذكر وشهر ودكتنا وذكر محمد وذكر محمد بن سعد الهامش ستأتي ترجمة معاوية رضي الله عنه في تاريخ الدولة الأموية في الجزء الخامس بعونه تعالى انتهى الهامش وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتابه عليه الصلاة والسلام وقد روى مسلم عن ابن عباس النأب السفيان قال يا رسول الله ثلاث أعطينيهم قال نعم قال تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال ومعاوية تجعله كتابا ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم الحديث ومنهم رضي الله عنهم المغيرة ابن شعب الثقافي وقد قدمت ترجمته في من كان يخدمه عليه الصلاة والسلام بين الصحابة من غير مواليه وأنه كان سيافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن عساكر بسنده على عتيق ابن يعقوب أن المغيرة ابن شعب هو الذي كتب اقطاع حسين بن نضل الأسدي الذي يقطعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره فهؤلاء كتابه الذين كانوا يكتبون بأمره بين يديه صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكر ابن عساكر من أمنائه صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح القراشي الفهري أحد العشرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف الزهري أما أبو عبيدة فقد روى البخاري من حديث أبي قلابة أو قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس نجران لأبعثن معكم أمينا حق أمين لأبعثن معكم أمينا حق أمين فبعث معهم أبا عبيدة قال ومنهم معيقب او معيقيب ابن ابي فاطمة الدوسي مولى بن عبد شمس كان على خاتمه كان على خاتمه ويقال كان خادمه وقال غيره اسلم قديما وهاجر الى الحبش في الناس ثم الى المدينة وشهد بدرا وما بعدها وكان على الخاتم واستعمله الشيخان على بيت المال قالوا وكان قد اصابه الجذام فامر عمر بن الخطاب فدوي بالحضل فتوقف البرض وكانت وفاته في خلافة عثمان وقيل سنة اربعين فالله اعلم روى الامام احمد عن ابي سلم حدثني معيقيب الهامش عن ابي سلم هو ابو عبد الرحمن القاضي انتهى الهامش روى الامام احمد عن ابي سلم حدثني معيقيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالرجل يسوي الترابة حيث يسجد قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة واخرجاه في الصحيحين ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجا وقال الترمذي حسن صحية وروا الامام احمد عن ابي سلم عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار وتفرد به الامام احمد وقد روى ابو داود والنسائي عن اياس بن الحارث ابن المعيقيب عن جده وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قلت اما خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه كان من فضة فصه منه كما سيأتي في الصحيحين في الهامش سيأتي في اثاره صلى الله عليه وسلم التالي من هذا الفصل انتهى الهامش قلت اما خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه كان من فضة فصه منه كما سيأتي في الصحيحين ونقع ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صطر ورسول صطر والله صطر فكان في يده عليه السلام ثم كان في يد ابي بكر من بعده ثم في يد عمر ثم كان في يد عثمان فلبث في يده ست سنين ثم سقط منه في بئر اريس فاجتهد في تحصيله فلم يقدر عليه وقد صنف ابو داود رحمة الله عليه كتابا مستقلا في سننه في الخاتم وحده وسنورد منه ان شاء الله قريبا ما نحتاج اليه وبالله المستعان وأما لبس معيقيب لهذا الخاتم فيدل على ضعف على ضعف ما نقل انه اصابه الجذام كما ذكره ابن عبد البر وغيره لكنه مشهور فلعله اصابه ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم او كان به وكان مما لا يعدي منه او كان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوة توكله كما قال لذلك المجذوم ووضع يده في القصعة كل ثقة بالله وتوكلا عليه رواه ابو داود وقد ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الاسد والله اعلم وأما امراءه عليه السلام فسيأتي ذكرهم عند باعة السراية منصوصا على اسمائهم ولله الحمد والمنى الهامش سيأتي ذكرهم في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامش وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عدتهم وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عدتهم فنقل عن ابي زرعى انه قال يبلغون مئة الف وعشرين الفا وعلي الشافعي رحمه الله انه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ممن سمع منه ورآه زهاء عن ستين الفا وقال الحاكم ابو عبد الله يروى الحديث عن قريب من خمسة آلاف صحابي قلت والذي روى عنهم الامام احمد مع كثرة روايته والطلاع واتساع رحلته وامامته فمن الصحابة تسعمائة وسبعة وثمانون نفسا ووضع في الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثلاثمائة صحابي ايضا وقد اعتنى جماعة من الحفاظ رحيمهم الله بضبط اسمائهم وذكر ايامهم ووفياتهم من اجلهم الشيخ ابو عمر ابن عبد البر النمري في كتابه الاستيعاب وابو عبد الله محمد بن اسحاق بن مندة وابو موسى المديني ثم نظم جميع ذلك ثم نظم جميع ذلك الحافظ عز الدين ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الصحابية صنف كتابه اسد الغابة في ذلك فاجاد وافاد وجمع وحصل ونال ما رام وأمل فرحمه الله وأثابه وجمعه والصحابة امين يا رب العالمين اثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب وسلاح ومراكب خاتمه صلى الله عليه وسلم وقد افرد له ابو داود في كتابه السنن كتابا على حدة ولنذكر عيون ما ذكره في ذلك مع ما نضيفه اليه والمعول في اصل ما نذكره عليه روى ابو داود عن الاس بن مالك قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى بعض الاعاجم فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله ورواه البخاري ثم روى ابو داود عن انس بمعناه وزاد فكان في يده حتى قبض وفي يد ابي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر اذ سقط في البئر فامر بها فنزحت فلم يقدر عليه تفرد به ابو داود من هذا الوجه ثم روى ابو داود رحمه الله عن انس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنساي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه وروا ابو داود عن انس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه الهامش قوله فصه منه اي ليس فيه فص ينفصل عنه والفص بفتح الفا وضمها وتكسر واعتبر الجوهري الكسر لحنا واعتبر الجوهري الكسر لحنا ووهمه الفير زبادي انتهى الهامش وقد رواه ترمذي والنساي وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه وروى البخاري عن انس بن مالك قال اصطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال ان اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه احد قال فاني ارى بريقه في خنصره ثم روا ابو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم ذهب فلما رأهم قد اتخذوها رما به وقال لا البسه ابدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده ابو بكر ثم لبسه بعد ابي بكر عمر ثم لبسه بعده عمر حتى وقع في بئر اريس وقد رواه البخاري ثم روا ابو داود عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش احد على خاتم هذا وساق الحديث وقد رواه مسلم واهل السنن الاربع نحوه ثم روا ابو داود عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذه عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به او يتختم به ورواه النسائي وروا ابو داود عن ابن شهاب الزهري عن انس ابن مالك انه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس ثم قال رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن ابي حمزة وابن مسافر كلهم قال من ورق قلت وقد رواه البخاري عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس ابن مالك انه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم ان الناس اصطنعوا الخواتيم الخواتيم من ورق من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم ثم علقه البخاري عن ابراهيم بن سعد الزهري المدني وشعيب بن ابي حمزة وزياد بن سعد الخرساني واخرجه مسلم من حديثه وانفرد ابو داود بعبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر كلهم عن الزهري كما قال ابو داود خاتما من ورق والصحيح ان الذي لبسه يوما واحدا ثم رمى به انما هو خاتم الذهب لا خاتم الورق لما ثبت في الصحيحين عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه وقال لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم وقال كان خاتم الفضة يلبسه كثيرا ولم يزل في يده حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه ومن روى انه كان فيه صورة شخص فقد ابعد واخطأ بل كان فضة بل كان فضة كله وفسه منه ونقشه محمد رسول الله ثلاثة اسطر محمد سطر رسول سطر الله سطر وكأنه والله اعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا وقد قيل ان كتابته كانت مستقيمة وتطبع كذلك وفي صحة هذا نظر ولست اعرف لذلك اسنادا ولا صحيحا ولا ضعيفا وهذه الاحاديث التي اوردناها انه عليه السلام كان له خاتم من فضة ترد الاحاديث التي قدمناها في سنن ابي داود والنسائي عن اياس ابن حارث عن اياس ابن الحارث ابن معيقيب ابن ابي فاطمة عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة ومما يزيده ضعفا الحديث الذي رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي من حديث ابي طيبة عبدالله ابن مسلم السلامي المروزي عن عبدالله ابن بريدة عن ابيه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه الهامش شبه بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة اي نحاس اصفر انتهى الهامش وعليه خاتم من شبه فقال ما لي اجد منك ما لي اجد منك ريح الاصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم المنحد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار فطرحه ثم قال يا رسول الله من اي شيء اتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبسه في يده اليمنى كما رواه ابو داود وترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شريك عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شريك او شريك واخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وروي في اليسرى رواه ابو داود عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن يده قال ابو داود رواه ابو اسحاق واسامة بن زيد عن نافع في يمينه وحدثنا هناد عن عبده عن عبيد الله عن نافع النبن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى ثم قال ابو داود حدثنا عبد الله بن سعيد ثم يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال رأيت على الصلت ابن عبد الله بن نوفل ابن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا فقال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها قال ولا يخال ابن عباس الا قد كان يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك وهكذا رواه ترمذي من حديث محمد ابن اسحاق به ثم قال محمد بن اسحاق اسماعيل يعني البخاري حديث ابن اسحاق عن الصلت حديث حسن وقد روا الترمذي في الشمائل عن انس عن جابر وعن جابر وعن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين وروى البخاري عن انس بن مالك ان ابا بكر لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر فاما الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يتختم به ولا يلبسه فانه حديث غريب جدا وفي السنن من حديث ابن جريج عن الزهري عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه سيفه صلى الله عليه وسلم روى الامام احمد عن ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار او ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى الرؤيا يوم عحد قال رأيت في سيفي ذا الفقار فلا فأولته فلا يكون فيكم ورأيت اني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ورأيت اني في درع حصينة في درع حصينة فأولتها المدينة ورأيت بقرا تذبح فبقر فبقر والله خير فبقر والله خير فبقر والله خير فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه ترمذي وابن ماجة وروا الترمذي في الشمائل عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة الهامش كانت قبيعة بفتح القاف هي ما على رأس مقبض السيف من فضة او حديد او نحوهما او هي التي تكون على رأس قائم السيف وقيل هي ما تحت شاربي السيف والمعنى متقارب انتهى الهامش وروا ايضا من حديث عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة وزعم سمرة انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنيفا الهامش حنيفا اي على هيئة سيوف بني حنيفة وهم قبيلة مسيلمة الكذاب وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف انتهى الهامش وقد صار الى آل علي سيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكربلاء كان معه فاخذه علي بن الحسين ابن زين العابدين فقدم معه دمشق حين دخل على يزيد ابن معاوية ثم رجع معه الى المدينة فثبت في الصحيحين عن المسور ابن مخرمة انه تلقاه الى الطريق فقال له هل لك الي من حاجة تأمرني بها فقال لا فقال هل انت معطية سيف هل انت معطية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخشى ان يغلبك عليه القوم ويم الله اني اعطيتني ان اعطيتني لا يخلص اليه احد حتى يبلغ نفسي وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك من السلاح من ذلك الدروع كما روى غير واحد منهما السائب بن يزيد وعبد الله بن زبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم احد بين درعين وفي الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر الهامش المغفر بكسر الميم وسكون الغين المعجمة زرد من الدروع على قدر الرأس او حلق يتقنع بها المتسلح انتهى الهامش فلما نزعه قيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه الهامش ابن خطل بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة اختلفوا في اسمه فقيل هلال وقيل عبد الله وقيل آدم وهو من ولد تميم بن غالب الأدرمي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد افبر دمه وامر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة وهذا ما حصل لانه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ابو برزة الاسلمي رضي الله عنه انتهى الهامش وعند مسلم من حديث ابو الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وقال وكيع عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمر ابن حريث عن ابيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وعليه عمامة دسماء ذكرهما الترمذي في الشمائل وله من حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سد لها بين اذا اعتم سد لها بين كتفي نعله صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعالة السبتية وهي التي لا شعر عليها وقال وقد قال البخاري في صحيح حدثنا محمد هو ابن مقاتل حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أن عيسى ابن طهمان قال خرج إلينا أنس بن مالك بن عليني لهما قبالان الهامش قبالان القبال بكسر القاف وفتح الموحدة مخففة هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين صبعي القدم انتهى الهامش فقال ثابت البناني أو البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه في كتاب الخمس عن عبد الله بن محمد عن أبي أحمد الزبيري عن عيسى ابن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعليني جرد وين لهما قبالان حدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه ترمذي في الشمائل وروى الترمذي في الشمائل عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وآبي بكر وعمر وآبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان قال الجوهري قبال النعل بالكسر الزمام الذي يكون بين الاصبع العسطى والتي تليها قلت واشتهر في حدود سنة ستمية وما بعدها عند رجل من التجار يقال له ابن أبي الحدرد نعل مفردة ذكر أنها نعل النبي صلى الله عليه وسلم فسامها الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب منه بمال جزيل فأبى أن يبيعها فاتفق موته بعد حين فصارت إلى الملك الأشرف المذكور فأخذها إليه وعظمها ثم لما بنى دار الحديث الأشرفية إلى جانب القلعة جعلها في خزانة منها وجعل له خادما وقرر له من المعلوم كل شهر أربعون درهما وهي موجودة إلى الآن في الدار المذكورة صفة قدح النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد عن عاصم قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة من فضة وروى الحافظ البيهقي عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض من نضار الهامش نضار بضم النون هو نوع من خشب الأواني انتهى الهامش قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه وقال الإمام أحمد حدثنا روح بن عبادة ثن حجاج بن حسان قال كنا عند أنس فدعى بإناء فيه ثلاث ضباث حديد وحلقة من حديد فأخرج من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع وأمر أنس بن مالك فجعل لنا فيه ماء فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم انفرد به أحمد المكحلة التي كان صلى الله عليه وسلم يكتحل منها روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين وقد رواه ترمذي وابن ماجر قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول قلت لعباد بن منصور سمعت هذا الحديث عن أكرمة فقال أخبرنيه فقال أخبرنيه ابن أبي يحيى عن داود بن الحسين عنه قلت وقد بلغني أن بالديار المصرية مزارا فيها أشياء كثيرة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين فمن ذلك مكحلة وقيل ومشط وغير ذلك فالله أعلم ثيابه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ البيهقي وأما البرد الذي عند الخلفاء فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم فاشتراه أبو العباس عبد الله ابن محمد بثلاثمائة دينار يعني بذلك أول خلفاء بن العباس وهو السفاح رحمه الله وقد توارث بن العباس هذه البردة خلفا عن سلف كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفي ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلى الله وسلامه عليه في إحدى يديه فيخرج عليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب ويبهر به الأبصار ويلبسون السواد في أيام الجمع والأعياد وذلك اقتداء منهم بسيد أهل البدو والحضر ممن يسكن الوبار والمدر لما أخرجه البخاري ومسلم إماما أهل الأثر من حديث مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وفي رواية وعليه عمامة سوداء وفي رواية قد أرخى طرفها بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه وقد روى البخاري عن أبي بردة قال أخرجت إلينا أو أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين وللبخاري عن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا قلت وهذه الأثواب الثلاثة لا يدرى ما كان من أمرها بعد هذا وقد تقدم أنه عليه السلام طرحت تحته في قبره الكريم قطيفة حمراء كان يصلي عليها ولو تقصينا ما كان يلبسه في أيام حياته لطال الفصل أفراسه ومراكيبه صلى الله عليه وسلم روى ابن اسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له المرتجز أو المرتجز وحمار يقال له عفير وبغلة يقال لها دل دل وسيفه ذو الفقار ودرعه ذو الفضول ورواه البيهقي عن علي النحو وقال البيهقي وروينا في كتاب السنن أسماء أفراسه التي كانت عند الساعديين لزاز واللحيف الهامش اللحيف كأمير أو اللحيف كأمير وزبير وبالحاء المهملة والخاء المعجمة انتهى الهامش عند الساعديين لزاز واللحيف وقيل اللخيف والضرب والذي ركبه لأبي طلحة يقال له المندوب وناقته القصوى والعضاء والجدعاء وبغلته الشهباء والبيضاء قال البيهقي وليس في شيء من الروايات انه مات عنهم إلا ما روينا في بغلته البيضاء وسلاحه وأرض جعلها صدقه ومن ثيابه وبغلته وخاتمه ما روينا في هذا الباب وروا أبو داود الطيالسي عن سهل بن سعد قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف في الحياكة وهذا اسناده جيد وقد روى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن أنس قال لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا ينسج له كساء منصوف وهذا شاهد لما تقدم قلت قد تقدم عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمتا سوى بغلة وأرض جعلها صدقة وهذا يقتضي أنه عليه السلام نجز العتق في جميع ما ذكرناه نجز العتق في جميع ما ذكرناه من العبيد والإيماء والصدقة في جميع ما ذكر من السلاح والحيوانات والأثاث والمتاع مما أوردناه وما لم نورده وما لم نورده أما بغلته فهي الشهباء وهي البيضاء أيضا والله أعلم وهي التي أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية واسمه جريج ابن مينا فيما أهدا من التحف وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبها يوم حنين وهو في نحور العدو وهو في نحور العدو ينوه باسمه الكريم شجاعة وتوكلا على الله عز وجل فقد قيل إنها عمرت بعده حتى كانت عند علي بن أبي طال في أيام خلافته وتأخرت أيامها حتى كانت بعد علي عند عبد الله بن جعفر فكان يجش لها الشعير حتى تأكله من ضعفها بعد ذلك الهامش يجش أن يدقه ويكسره انتهى الهامش وأما حماره يعفور ويصغر فيقال فيقال له عفير فقد كان عليه السلام يركبه في بعض الأحايين وقد روى أحمد من حديث محمد بن إسحاق عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب حمارا يقال له عفير وراوه أبو يعلى عن ابن مسعود وقد ورد في أحاديث عدة أنه عليه السلام ركب الحمارة وفي الصحيحين أنه عليه السلام مر وهو راكب حمارا بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وأخلاط من المسلمين والمسركين عبدة الأوثان واليهود فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وذلك قبل وقعة بدر وكان قد عزم على عيادة سعد بن عباد فقال له عبد الله لا أحسن مما تقول أيها المر فإن كان حقا فلا تغشنا به في مجالسنا وذلك قبل أن يظهر الإسلام ويقال إنه خمر أنفه لما غشيتهم عجاجة الدابة وقال لا تؤذن بنتم حمارك فقال له عبد الله بن رواحة والله لا ريح حماري رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحك وقال عبد الله بل يا رسول الله اغشنا بها في مجالسنا فإنها فإنا نحب ذلك فتثاور الحيان وهم أن يقتتلوا فسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى سعد بن عبادة فشكى إليه عبد الله ابن أبي فقال ارفق به يا رسول الله فهو الذي أكرمك بالحق لقد بعثك الله بالحق وإن لا ننظم له الخدرة لنملكه علينا فلما جاء الله بالحق شرق بريقه وقد ركب صلى الله عليه وسلم الحمار في بعض أيام خيبر وجاء أنه أردف معاذا على حمار ولو أوردناها بألفاظها وأسانيدها لطال الفصل والله أعلم فأما ما ذكره القاضي عياض ابن موسى السبتي في كتابه الشفاء وذكره قبل وذكره قبل إمام الحرمين في كتابه الكبير في أصول الدين وغيرهما أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار يسمى زياد ابن شهاب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعثه ليطلب له بعض الصحابة فيجيء إلى باب أحدهم فيقعقعه فيعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سلالة سبعين حمارا كل منها ركبه نبي وأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فتردى في بئر فمات فهو حديث لا يعرف له إسناد بالكلية وقد أنكره غير واحد من الحفاظ منهم عبد الرحمن ابن أبي حاتم وأبوه رحمهم الله وقد سمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزير رحمه الله ينكره غير مرة إنكارا شديدا انتهى الشريط الثامن عشر وننتقل إلى الشريط التاسع عشر ترجمة نانسي قنقل 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 ترجمة نانسي قنقر